حاولنا واكتهدنا لتقديم محتوى إعلامي الرياضي مرضي وممتع ليكم وفي ختام الموسم الثاني لرقم عشرة وبالنيابة عن فريق العمل بالكامل حابين نقول شكرا جدا لمتابعتكم المستمرة يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر أجزاء عن غرامة كهرباء بأن أيام وشهور أنت حدث أن الغرامة قربت الغرامة تتسدج الغرامة تترفعت في أجزاء رائحة يعني الوضعي تم يدير مباراة لوني المسي دي واحدة عفاكم من الحاجات المهمة جدا تجد أي حاكم أنت بتدير مباراة لأسطولة قرص القدم على مرة تاريخ وقدو كس العالم بعدها كانوش حلو عليه هو أكثر العيب الصنع أهداف من كرص السبتة أو متحركة في الدور المغربي بالكامل ردا سليم أنا بحب التدريب موت وبابتكر وأعرف أعمل التدريب وأعرف الأحمال أنا شغلتها في واحد يا رب تكونوا استمتعتم معنا نشوفكم يا رب على قلب خيره حاولنا واكتهدنا لتقديم محتوى إعلامي رياضي مرضي وممتع ليكم وفي ختام الموسم الثاني لرقم عشرة وبالنيابة عن فريق العمل بالكامل حابين نقول شكرا جدا لمتابعتكم عملنا واشتغلنا واهتهدنا وتعبنا حاولنا نكون على قد المسئولية مسئولية الكلمة مسئولية تقديم محتوى جيد تقديم محتوى يليك بحضراتكم يليك بالمشاهد محتوى محترم ممتع ومسلي مش مسير ولا فيه تعصب أو أزمات كان ده أساس عمل فريق هذا البرنامج على مدار الموسمين الماضيين تهدنا في البحث عن كل المعلومات بالدقة اللازمة من كل مكان في الدنيا أصبنا كثيرا وأخطأنا أيضا لكن عندونا قصد أو تعمد وزنظل معكم نتعلم الأساس دايما كان وسيظل أن الحديث عن قرة القدم أو الرياضة بشكل عام لابد أن يكون حديث ممتع وشير علشان ضغوط الحياة الطبيعية لا تتحمل ضغوطا إضافية في الحاجة اللي كلنا بنحبها وبنترفع عننا عهدناكم على ذلك من اليوم الأول ومستمرين على العهد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 الحلقة الأخيرة هذا الموسم الموسم الثاني لنا هنا في هذا البرنامج اللي حاولنا نشتغل ونتعب ونكتهد عشان نقدم شيء جيد زي ما قلت في المقدمة وأكرر تاني كل هدفنا في الحياة أنا ومعي فريق عمل رائع جداً إن إحنا نتعب ونكتهد إن إحنا نقدم معلومة نقدم خبر نتأكد من صحته نقدم فكرة نعمل حوار سواء حوار عالمي والحمد لله الفترة اللي فاتت كلها على مدار الموسمين رحنا في كل حتة في العالم ومع شخصيات كبيرة عالمياً وشخصيات أثرت رياضياً على مستوى العالم وصلنا ده على المستوى المحلي ما كانش عندنا أي أهداف لا علاقة بإثار التعصب مشاكل أزمات حتى الحاجات اللي كانت بتشتم رائحة التعصب أو المشاكل ما كناش بنقرب لها طوعية نقعد مع بعض كي نقول إيه لأ ما إحنا لو طلعنا تكلمنا في القصة دي ممكن ناس تتدايق من بعض مش ناس مسؤولين رياضيين لا بتكلم على ما يفرقش معايا نحن نقول الصحة وخلاص بتكلم على سيدة المشاهدين حضرتك وانت قاعد في البيت عايز تسمع حاجة هديلك أعصابك عايز تسمع وتشوف فيديو مثلاً في حاجة كويسة حاجة تريحك نفسياً حاجة تخليك تتخطى الضغوط اللي كانت عليك في اليوم كله هي دي الكورة ودي الرياضة اللي احنا نفهمها والطبيعي إن الكل لازم يكون فاهمها بالطريقة دي بنحاول طول الوقت مش بنقول إن احنا ودائماً بقول الجملة دي احنا لا الأحسن ولا الأحلى ولا الأول ولا الكلام ده كل كل الناس بتقدم وبتتعب وبتكتهد عشان حضرتك كل الناس اللي بتشتغل في الشيونة بتاعتنا دي هي بتكتهد جداً وبتتعب جداً عشان تقدم محتوى يرديك تبقى أنت مبسوط وتفرج عليه بعض أو كله قليلة كله قليلة اللي ربما بحسن نواية عندونا قصد ممكن يعمله أزمات أو مشكلة لكن صدقني وبأكد هالك مليون في المية ما فيه شخص بيطلع على الشاشة شخص طبيعي يعني بيطلع على الشاشة تكلم مع حضرتك في الكورة وفي الرياضة بيبقى هو نازل من بيتهم بيقول إيه أنا النهاردة هولع الدنيا النهاردة هعمل أزمة النهاردة هعمل كارثة النهاردة هخش إخناقة الحكاية دي موجودة في العالم كله بالمناسبة بس الحمد لله الحمد لله عندنا هنا قلت قوي مش هنا في البرنامج على المستوى الإعلامي كله المستوى الإعلامي الرياضي قلت جداً حاجات قليلة كده بتشوفها وتدعي منها وتبعدها وبعد كده أنت بتكمل طريقك دولة النهاردة عشان أنت كمان كمشاهد عليك دور كبير جداً جداً ارفض الوحش ارفض اللي بينرفزك ارفض اللي بيعصبك حتى لو حتى لو هو ده بطبيعة الحال بيعجبنا اللي هو إيه إلحق ده فلان فلان يدخلو مع بعض إلحق ده فلان ضرب في التاني إلحق ده ده متعصب لأهل إلحق ده متعصب لزمائك ساعات بشكل تلقائي بنروح للحاجات دي ده بس حاول تدرب نفسك قول لأ ما أنا بعد ما بفرج على الحكاية دي أنا بتوتر أنا بتعصب أنا يومي أصلاً كان صعب وأنا ناقص لو أنتوا كمير بتنرفزوني كمان زيادة هتلاقي نفسك بعد ما تفرجت لقيت نفسك أنت متوتر جداً ومتعصب ما تعملش كده بقى روح دور عالكورة وعالرياضة زي ما الناس كلها بتحبها في العالم روح شوف مين هيروح نادي إيه والفرقة دي بتلعب إزاي واسمع رئيس نادي ريال مدريد بيقول إيه واسمع رئيس برشلونة رد عليه قال له إيه في الكورة واسمع نادي الشلس بيفكر إزاي للموسم الجديد شوف الأهل هيعمل إيه للموسم الجديد شوف الزمالك هيعمل إيه للموسم الجديد وشاور برضو على الأخطاء يعني اقول مثلاً الزمالك كان عنده أخطاء واحد اتنين تلاتة اربعة خمس بهدف إيه؟ بهدف إنه تشوف الزمالك أفضل وأحسن وكل حاجة فيه كويس نادي جماهيري عظيم وكبير نفس الأمر روح قولي الأهلي والله السنة دي كان الأهلي ممتاز بس ده ما يمنعش إنه مثلاً يعني محتاج مهاجم محتاج بكليفت عشان يبقى أحسن وأحسن وأحسن دي مش انتقاد ده إنك بتشاور بس وتقول يا جماعة فيه هنا خطأ وممكن يتصلح إزاي لو نقدر نقول وبالمناسبة برضو أنا دايماً بقول إنه أنا مش مطالب بالضرورة لما شاور على خطأ أقول يتصلح إزاي عشان ده مش شغلي أنا مش رئيس نادي ولا عدو مجلس دارة ولا مدرب مثلاً لو غلط في الملعب في تشكيل ولا لاعب أنا ممكن لو عندي لو عندي القدرة إن أنا أنصح فيها أنصح بس في كل الأحوال أنا مش هبقى زي رئيس النادي زي المسؤول بتاع النادي ده أو زي المدرب ده ده هيبقى أكيد أعرف أحسن وكل شيء بس أنا قدر أشوف الغلط واضح الغلط واضح فيه فرقة النهاردة ما كانتش بتدافع كويس خالص وكان عندها كوارس وراء أقول كان فيه خطأ وراء تمام؟ وممكن لو يعني أقدر أزود شوية أقول كان السبب بتاعه إيه؟ ما قدرتش برضو مش حكايتي هي حكاية المدرب منقوله بس خد بالك أنت غلطان رئيس نادي جاب لعيبة ما كانتش مؤهلة وما كانتش جيدة خد بالك أنت كرئيس نادي أو مجلس إدارة ما خدتوش كهارات ساليمة مثلا في شرع لعيبة أجانب مش هروح أختالك أنا مش هقول لك بعد كده إيه؟ لا لما تحوز تختار أجنبي هجيبولك أنا لا ممكن أقول لك المعييل المفروض تختار بيها ربما يعني لو أعرف بعضها أنت عندك سكاوتين تيم عندك ناس بتوع ماركتينج أو تسويق عندك ناس بتوع تعقودات دول المفروض يبقوا عارفين أحسن وأحسن دي شغلانتهم الأساسية إحنا ممكن نجود نقول نشاور فالأمور تبقى لطيفة كده وهدية وحلوة ونستمتع كلنا تعالف الواحد لما بيخلص الهوى وحاسس إنه مش عامل مشكلة وانا مش عامل أزمة بيروح مبسوط إنت لما بتتفرج على حد ما عمل لكش أزمة أو ضغطك أو ضغط أعصابك وانت بتتفرج عليه بعد ما بتقف التفزون بتنام وانت مرتاح نفسيا شواء عادي مش أنا ولا غيري اللي هيخلصوك من ضغوط الحياة الطبيعية كلنا عندها ضغوط في حياتنا الطبيعية بس على الأقل يعني تاخد نفسك شوي تهدأ مش حد روح يلا بقى تعالوا نقوم نكسة تعالوا نقوم نشتم وإزاي ده يعمل كده وده لا ما كانتش المفروض يعمل كده وأنا أخش دلوقتي أكتب بوست هوريكو بوست بقى دلوقتي أقصر فيه مش عارف إيه وأنا هعمل فيديو دلوقتي أشتم في مين ليه بقى ليه وإحنا بنتفرج على الكورة وإحنا بنتفرج على الرياضة اللي بيلعبوا الكورة ولا الرياضة بيلعبوها لأمور تنافسية وأمور بدنية وأمور بياخدوا فيها برضو فلوس دول اللي بيلعبوا إحنا بقى المتلقيين اللي بنشوف وبنتفرج وبنتابع وبنفرح على فوز فريقنا أو بنزعل زعل بسيط على خسارته إحنا متلقيين مش عايزين حاجة تتابلينا عصامنا عايزين نبقى منتحين وإحنا بنتفرج إحنا ما بناخدش حاجة حرفية إنت مش هتاخد حاجة فإنت اللي بتاخده إيه؟ بتاخده متعة تهديلك أعصابك دي تمنح فلوس بالمناسبة دي تمنح فلوس يعني دايما يقولك إيه أنا ما يعني فيه الناس اللي ما بتحبش الكورة يعني يقولك يا عم وانتو بتشجعوا كورة ليه؟ عم وانت بتاخد فلوس زي اللعيبة ديت أنا مش عايزة أخد فلوس أنا بمبسط وأنا بفرج فالانبساط إنت لما بتروح مثلا مصيف بتروح مصيف وبتصرف فلوس عشان تنبسط فعادي أنا بصرف فلوس على انبساطي أصرف ما فيش مشكلة فانبسط ارتاح 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 أستاذ عمر المخرج بتاعنا بيقولي اللقتي فلوس اسرف براحتك يا فييس ماشي برضو العاش عليك فخلونا ننبسط الموسم ده والموسم اللي قبله ننبسط الموسم اللي جاي إن شاء الله لو أولينا العمر بإذن الله ونشتغل على نفس الطريق ونفس السكة اللي احنا مشناها وبدأناها معاكم من الأول أنا عايز أقول لكم والله احنا الحمد لله أنا نفسي أقول اسمهم واحد واحد بس عايدة إن لو أحنا بيقول اسم ارتجالي كده بينسى حد فخاف أقول أسماء وانسى حد يزعل أكتر ما البقين يفراحوا بس إحنا عندنا فريق عمل على مستوى الاعداد والإخراج والمونتاج وكل الناس اللي قدامي هنا على الكاميرات كل الناس بتشتغل بإخلاص وضمير شديد جدا جدا عشان في الآخر وإحنا مروحين نقولي إحنا ردين على اللي عملناه مع حضراتكم ردين على اللي قدمناه لحضراتكم فيش حد بقى اللي هو دماغي وشيطانية كده تعالي 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 ولع الدين عام في الجملة دي مفيش بقى مفيش الكلام ده الحمد لله عندنا وده اللي إن شاء الله هنكمل بيه بإذن الله لو لنا العمر بتاع الروح ليه أخبارنا النهاردة ومصدر في نادي الزمالك قال لنا إن إدارة الكورة تفقيت مع زيزو خلاص كوديا الأمر يا زيزو حضرتك مكمل مع الفريق قلت لكم مبارح إن زيزو طلب من إدارة الزمالك يحسنوا موقفه إنتوا هتشوفوا العروض هتسمعوا العروض ولا أنا مكمل مع الفريق فهم قالوا له لا خلاص أجل بقى فكرة الاحتراف الموسم ده وإنت مكمل مع الفريق والفريق أو إحنا نوين نبني عليك الفريق الجديد لو الزمالك قدر في المستقبل القريب يعمل صفقات جديد فزيزو مكمل مع نادي الزمالك هذا هو القول الفاصل أحمد فتوح اتقال كلام خلال الساعات والأيام القديرة الماضية إنه ناوي يشكو نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة سألنا هل يا جماعة فتوح ناوي يعمل كده هل فتوح زهق خلاص عايز مستحقاته وهيعمل مشكلة مع نادي نادي الزمالك اتقال لي إنه نصا مستحيل مش هيحصل وفتوح ليه مستحقات بس هياخدها وهو منتظر ومعملش أزمة وملمحش حتى بأزمة ناوي يعملها ففتوح حتى هذه اللحظة مستقرة مع نادي الزمالك واستبعا موضوع تجديد التعاقد اللي ينتهي الموسم القادم لسه مفوش أي جديد خالص خالص كمان أخوان قلوس أسوريو المدير الفني ليه نادي الزمالك أبلغ إدارة النادي إنه دلوقتي في هذه اللحظة مش موافق على رحيل أي لاعب في الفريق ليه يا عم أسوريو ده في لعيبة بيتقال إنه هم ما ينفعش يكملوا مع النادي ولازم يمشوا قال لهم أنا مش هوافق على رحيل أي لاعب إلا لما يتم التعاقد مع صفقات جديدة همشي إزاي لعبين دلوقتي وفيه إقاف قيد وممكن همشي لعيبة ومعرفش هجيب غيرهم فيبقى عندي مشكلة فقال لهم وقفوا الكلام على بيع أي لاعب لحد ما يبقى فيه صفقات جديدة لسه مع نادي الزمالك ونتحدث عن لعب نادي الزمالك الشباب علي ياسر ومحمد صلاح وبيسو وحاتم سكر عندهم عروض للرحيل عن نادي الزمالك على سبيل الأعارة التالت الأولانيين الزمالك منفتح لأعارته حاتم سكر حتى هذه اللحظة لا لا هو فيه عروض بس الزمالك وقصوره شايف أنه عنصه مهم جدا في الفريق خاصة مع عاتزيل عبدالشافي مع رحيل عبدالله جمعة وفتوح اللي بيعتمد عليه في وسط الملعب فأصبح حاتم سكر مهم جدا في تشكيلة الزمالك لحين التعاقد مع العابين جدد نفس الكلام اللي كنت أقوله من شوية بيتور بريرا رئيس لجنة الحكام المصرية طلب أنه يزود بدلات حكام القسمين الثاني والثالث بنسبة 25% في الموسم الجديد عشان يحسن من وضع الحكام شوية هم نتكلم أن حكم الساحة في مباريات الدرجة الثانية بياخد كام؟ في 2023 بياخد 3000 جنيه حكم المساعد بياخد 2000 جنيه والحكم الرابع بياخد 1500 جنيه وحكم الساحة في مباريات الدرجة الثالثة الثالثة بياخد كام في المباراية مؤمن؟ بياخد 1500 جنيه الحكم المساعد بياخد 1000 جنيه الحكم الرابع بياخد 750 جنيه طيب هل دي فلوس أو أرقام ينفع ياخدها الحكام في 2023 اللي هم زي ما قلت لكم مبارح وكانت قصة كبيرة يعني أنا فيها كتير لو أهم عنصر في المنظومة يعني لو مش نازل مرتاح ومبسوط وسعيد وماذا بيقولون كده متكفي قوي يعني واخد فلوسه في جيبه ومبسوطه وفلوس حلوة يعني مش هيبقى مركز مية في المية فاحنا لو سمحتوا احنا الحمد لله بنصرف في كل حاجة بنصرف في العيبة بنصرف في مدربين بنصرف في تطوير الحمد لله على مستوى الإخراج والتصوير والملاعب كل حاجة الحمد لله بينا نصرف فيها وناخد فيها خطوات لقدام الحكام بقى تحديداً لازم ناخد فيها عشر خطوات لقدام مش خطوة واحد عشر خطوات عشان نعرف نلومهم بعد كده عشان نعرف نحاسبهم بعد كده طيب روي فيتوريا متدايق روي فيتوريا مدرب منتخب مصر متدايق جداً بسبب انه اتحاد الكرة جمد له اللائحة المالية الجديدة الخاصة بمنتخب مصر كان مقدم لائحة مالية جديدة عايز فيها يرفع المكافئات المالية للاعبي المنتخب واتحاد الكرة تمسك في نفس التوقيت انه في المقابل لو انت عايز رفع المكافئات دي انه لعبت المنتخب تلتزم بقى بموضوع التصوير واجراءات لقاءات تليفزيونية في المباريات اللي بينظمها اتحاد الكرة عشان برضو يعني اتحاد الكرة ياخد مقابل فده على فكرة الرأي اتحاد الكرة مش مفهوم ورأي فيتوريا بزيادة البدلات مفهوم جدا انت عندك لعيبة اللقتي محترفة كتير فانت لازم حتى الاركام اللي هياخدوهم بلعبه المنتخب مصر او المكافئات تبقى مكافئات مفهومة يعني بس الحاجات دي نفع تتقعد قاعدة فيها وتحط نظام واللعيبة تتصور ازاي وكم عدد اللعبين واللقاءات التليفزيونية مين اللعيبة اللي ينفع تعمل اللقاءات في حاجات ما ينفعش يبقى فيها اعتراضات ودي اولام منطق اللي هتعمل اللي عمال لك مش تعمل اللي مش عمال لك مش تبقى كده الموضوع بيبقى منظم اكتر من كده ماش تعمل نروح لنشرة اخبار الكرة العربية اللي بنعملها كل يوم مع حضراتكم وفيها كلام مهم نبدأ طبعا بالبطولة العربية نهاردة في البطولة العربية النصر السعودي فاز على الشرطة العراقي بهدف نظيف سجيله كريسان ورنالدو من ركلة جزايا والهلال السعودي فاز على فريق الشباب بسلسية مقابل هدف وحيد وضرب موعد مع النصر فيه عن مباراة انها مباراة كبيرة جدا النصر والهلال نهاردة لعب عشر لعبين من الشوت الاول طرد الحارس في الدوري السعودي الاهلي بيعلن التعاقد مع فرانك كيسيير قادما من برشلونة في صفقة بلغت قيمتها حوالي 15 مليون يورو كيسيير من اللعبة المهمة جدا في برشلونة بس ما كنتش بيعتمد عليه كتير برشلونة الموسم الماضي لعب وسط قوي جدا والاهلي بينهي الاتفاق مع نادي روما على ضم المدافع البرازيلي روجير بنزا في صفقة ما تقالش لسه رقمها كاما وفي الدوري السعودي الاهلي بيجهز عرضا بقيمة 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع نمار من باريس سان جرمان بحسن موقع ليفو الأسباني بعد ودي حاجة تانية بقى خبر تاني بعد مفاوضات الهلال مع نمار وفيراتي للتعاقد معهما باريس سان جرمان بيستبعد الثنائي من تدريبات الفريق اليوم ويبلغهما بالرحيل خلال الانتقالات الصيفية طيب الدفل اللي معايا النهاردة هو صحبي وقشرة عمري وكلام كتير قوي بس هقوله لما يخش معايا أحمد عيز الدين المحلل الرياضي بعد هذا الفاصل هليكم يعلن بحضراتكم مرة أخرى كنت كاتب النهاردة على فيسبوك على سوشال ميديا بشكل عام إنه ختامها مسك لما تبقى ختامها مسك لازم تبقى مع واحد من الناس اللي هم أصدقاء إخوات عشرة تعبنا اجتهدنا واشتغلنا مع بعض نجاحه مبهر جدا للكل مبهر يعني مفيش حد ما يقدرش يعترف بنجاحه المبهر يعني مش نجاح عادي يعني ودائما بقول عليك جملة الشهيرة أنا عارف إنها مكررة في أي لقاء بعمله بس فيه ناس شطرة كتير زي ما فيه لعيبة حلوة كتير بس هو فيه ميسي فهو ميسي ميسي الشغلانة فرحان إن بعد موسمين هي أول حلقة يطلع معايا فيها النهاردة يزورني لأول مرة ما شاء الله شغلة عظيم جدا سواء مع ملوك التحليل مع زمان العزيز إبراهيم فاي وزمان العزيز أيضا تامر بدوي شغله في أونسبورت كمحل رائع جدا وفي راديو أونسبورت كل حاجة بيعملها بيعملها بكفاءة شديدة جدا جدا فيش حد يعرف أحمد عز وما يقولش عليه إنه استفاد منه بكل تأكيد صديقي العزيز أحمد عز ديف في هذه الفقرة أعزي منور الدنيا ده إنت اللي ما شاء الله يعني والله العظيم تلاتي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله صرفين يا باشا صرفين يا باشا ده يعني تقمنا من تحت أول آه يعني اللي يشوف أول مرة طلعنا فيها في التلفزيون شوف دلوقتي لأ طبعا الحمد لله عامل عز من أول الدنيا مش عايز أفتكر آه مش عايز أفتكر تعبني أول الأول زكي كيب عايز أخش معاك في الحتة دي عادة عز بيطلع هيحل الأهلية هيحل الزمالك هيقول حاجات عظيمة وعبقرية بس أنا قلت النهاردة نيبقى اللقاء بحاجة الناس تعرف بها أحمد عز أكتر يعني ومعظم الوقت أنت مسحول في الـ في الـ والشغل اللي بتقدمه بس الناس ما تعرفش أو السؤال حتى النهاردة شفتها في الـ هو زي أحمد عز بقى محلل جامد أو كده وأنا زي بقى أحمد عز يعني تعرف بقى نص الإجابة على يدك أنا عارف أهمس الناس والزبط الناس ما تعرفش أو يمكن يعني ما قلناش كتير قبل كده احنا اشتغلنا سواء أو نعرف بعض يعني فين وسبعة بعد كده أي مشروع بيفتح وما بيكلموا بيكلموني يبقوا هيكلموا كريم بيكلموا كريم يبقوا هيكلموني لأن احنا كنا في وقتها المتنفس الوحيد للشباب على الإعلام الرياضي ما كانش فيه سوشل ميديا لسه ما كانش فيه فيسبوك لسه فكان المتنفس الوحيد للشباب عن الكورة المواقع الإلكترونية صحيح وأنا وإنت كنا بنشتغل في المواقع الإلكترونية بزرط كانت الناس كلها بتبقى بالنسبة لهافاهم الفورم بتاع بتاع tank um ولا في الجول ولا يالا كورة ولا المواقع للشباب كده كانت هي الحاجات الوحيدة اللي متاحة للشباب يعني فأنا وإنت كنا من الناس اللي بعد ما خلصنا كلياتنا قررنا أن احنا نحاول نجرب بغتينا في قصة الكورة دي حبا طبعا في الكورة قبل أي شيء آخر يعني بس وابتدت بقى الرحلة هي الفكرة أن من وقتها البني آدم لما ابتدى يكتب ابتدى يبقى عارف كويس أنه هو محتاج يلاقي وسيلة يعرف يجيب بيها مخزون يكتب بيه كويس فزمان كان المخزون الواحد بيكونه عن طريق أنه هو يترجم الحاجات الأجنبية وبعدين ابتدت حيث أن ده مش مخزون أصلي فبالتالي الواحد ابتدى يأخد الدورات التدريبية ورخص التدريبية علشان خاطر يحاول يفهم أكتر عن اللعب واترمينا بقى ودي حاجة مشتركة بيني وبينك اترمينا في كل حاجة ممكن نترمي فيها علشان خاطر نكتسب خبرات أكتر مش عارف اللجنة المنظمة لكاس أمم أفريقية القناة الفلانية اللي بتفتح جديد شغل على مستوى وطن العربي شغل على مستوى الصحافة يعني الشقة ده في وقته بيبقى شقة بس دلوقتي بيبقى مخزون حلو إنك تبتدي تستخدم منه الحاجات كتير اللي شفتها يعني والإدراك اللي أنت أدركت هو السؤال ببساطة طيب أنا جاي أعايزة للأسئلة البسيطة دي هو أنا إزاي بقى محلل رياضي جامد أنا هتعمل إيه يعني أول حاجة ما تقولش مصطلحات أجنبية أيوة ما تتفزلكش عن الناس حسستش الناس إن انت طلعت نظر عليهم لأن الناس بتكره أوي أي حد بيحسوا إنه هو جاي نظر عليهم صح فقدر الإمكان يعني حاول تتكلم زي ما أنت عايز الناس تكلمك بروابا دي فدي إيه وإنت عاد مع الناس في مكان وبيبا ندردش مع بعض إنت قلت ندردش مع الناس وتعاد مع الناس في كفير هقولك على حاجة وأنت لما بتطلب في القهوة اللي بتقعد فيها بالليل بتطلب قهوة ولا بتطلب H2O لا بتطلب قهوة يبقى ما تقولش زون 14 أيوة صح ما تقولش half space أيوة ما تقولهاش صح يا دي النصائح الخامسة اللي على طول إيه الواحد بيقولها بناء على رحلته يعني وإنا صغير كنت وإنا ببتدي عايز أقول للناس أنا بفهم أيوة فبستخدم مصطلحات إنجليزية كتير أيوة فتلاقي الناس جاي بتقولك بعد كده عايز أنت حلو أوي بس أحنا في حلم اللي تفهميش نزبط كده ودي حصلت يعني كتير إن قريبي مثلا ناس تقولي أنا أنا مش متخصص في الكورة فأنا مش فهم أنت عايز إيه فأنت فعلا هو أنت بتكلم متخصصين ولا أنت بتكلم الجمهور هاي فلما تكلم الجمهور كلم الجمهور بلغة الجمهور صح فعشان الناس تفهم عشان لما الناس تفهم هي بتعمل اللي هي بتنقل عنك فدي أحلى حاجة في الدنيا إن الناس تبقى قاعدة في مكان وتقول ده كريم قال كزا صح أو عز قال كزا دي بتبقى حاجة بالدنيا كلها صح فدي الحتة الأولانية الحاجة الثانية إن خلي عندك أصل وإنت بتجيب معلومات منين فأنت لو إنت بتجيب معلومات فاكر إنك مثلا بتقلد اتنين شفتهم في التلفزيون بتقلد فقرات شفتها بتقلد ناس فأنت هتفضل مقلد صح إنت بتمشي وراهم فهيفضل قدام الناس في نسخة أصلية وفي واحد بيقلد مظبوط فأنت عشان تبقى أصلي عندك أصل الموضوع لازم تدرس لازم تدرس إنت العلم فتكون قناعاتك بي مش فيه ناس بتكسب بطولات بالدفاع وناس بتكسب بطولات بالهجوم في التدريب وفي الحاجات اللي شباه كده فبرضو مش كل الناس لازم تبقى نسخة بتحب اللقب بتعملوك التحليل آه قوي بيتحبوا آه بصراح من اللي بتطلعوا إبراهيم آه بالضبط كده إبراهيم برضو واحد من الحاجات يعني اللي كانت جميلة في المشوار بتاعنا إن فاكر إحنا عملنا برنامج اسمه والعين تالتنا وإنت طبعا وكان معنا كريم سعيد طبعا والبرنامج ده كنا احنا ثلاثة بنتخبط لسه في المراحل اللي هي في الأول مع الكاميرا يعني كنا كلنا بقالنا عشر سنين بنطلع في تلفزيون بس أول مرة نبقى آه شايلين نفسنا بنفسنا آه فكنا بنعمل حاجات كتير بنجرب آه الواحد استفاد كتير قوي من التجارب أنا وإنت وأكيد كريم سعيد بس هو حصدنا كان كويس بقى كان كمان آه تامر بيجرب وآه وبعدين فجأة لما تقابلنا أنا وتامر ومعنا إبراهيم فاي المكان أضارت بقى ضارت بروعة الحمد لله حد قالك قبل كده يعني تلات في أي برنامج قبل كده ولا حتى ديجتل أو تلفزيون وقالك قول ألو أنت ما تقولش ما نفسكش ما تقولش ما نفسكش وآه فهم ايوة لو صمحت أنا صمعت من لا أول ما يتكلم كمان تقول إيه ده مين ده مش مخنعة برضو العلوة بتاعتك مخنعة صمحت وقت تفزيون وصمعنا من التليفون وقت تفزيون طيب أنا معي على الهاتف دلوقتي زمالنا الأعلامي زمالنا يا صادقنا أخونا الأعلامي الرائع الرائع المتقلق واحد من أهم الأعلاميين في مصر وفي الوطن العربي زمالنا العزيز إبراهيم فاي إبراهيم منور الدنيا بدورك يا كريم خلينا أقولك بس أنا وشك بيطلع أولوه بدلوقتي لأن أنا اتنين من أكتر المثل أنا بحبهم كريم رمزي هو معزة كبيرة جدا جدا شخص داقود فأنا أبسوط يا كريم إن أنا موجود في برنامجك يا حبيبي وسعيد بكل نجاح بتحققه وسعيد بكل خطوة بتحققها أنت تستحق كل خير وتستحق كل مكان ومكان أنت موجود فيها يا كريم لأن أنت فعلا شغال بجراعك وشغال وأنت مركز كويس جدا جدا مركز في نفسك ومركز في حالك فربنا يوفاك ويكرمك ومبسوط طبعا لأن أنت معاك حتى من قلبي واحد من أقرب النفط القلبي بشكورك أبراهيم بشكورك الأول على الكلمتين حلوين دول وأنت هتفضل طويل وقت أخ غالي جدا وأنت عارف مع ذلك بنا أخليك يا رب بنا أخليك يا رب عايزه بقى زيزو زيزو دا من أجمل حاجات اللي قابلتها في الرحلة وفي المشوار الحقيقي يعني عز مش حاول أنه شهدت في مجروحها بس على طول الخط هو كان صاحب نقلة كبيرة جدا جدا في التحليل الحمد لله بفضل الله وسعيد بكل لحظة أنا بشتغل فيها مع عز الحقيقة وسعيد بكل نجاح هو بيحققه وهو بالمناسبة هو أهل لكل فرصة جات له وأهل لكل مكان هو يستحقها ويمكن حاول حاجة والله هي فرصة كريسة والله كريم أنا بشكرك جدا جدا لأننا ما بقدرش أقول الكلام نايمكن عندي في برنامج حبيبي فكالعادة أنت شخص نقي وطيب جدا يعني أنك بتعمل ده في برنامجك وده إن كان بيدل على شيء بيدل على مدى سمو الأخلاق اللي عندك ومدى أفكارك أصلا حقيقية عن الإعلام اللي إحنا دايماً منتكلم فيها يمكن نس ما تعرفش أنه ناكل لنا كمجموعة يعني قرهبين جدا من بعض بس أعيد أن أنت بدتني الفرصة أن أنا أتكلم عن عز لأن أنا فعلاً مبسوط العز عز يستحق أكثر من كده بكتير وعز عنده أكتر من كده بكتير جدا 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 بمناسبة عز عنده أكتر من كده بكتير أنا وعز يشتغلنا مع بعض كتير أو في حاجات مختلفة عز دايماً توقعاته هي أكبر بكتير من المنطق يعني إيه يعني مثلاً عاملين شغل حلو قوي ومبسوطين أنا اللي بقى مبسوط وفرحان وشايف ردود فعلي الناس معقولة الحمد لله هو يجي يقول لي لا يا كريم بس كان فيه أحسن لا مش حل وأنا مش مبسوط أقول له يا ابني حرام عليك يا ابني بقى لاش كيابة بقى لاش تبقى نيجد إحنا عاملين حاجة حلو يقول لي لا دا كان فيه أحسن أيو أنا عايز ذلك حاجة أنت فيكنت الاتنين صفاتين مشتركتين مهمتين جداً على تكري وهي دي اللي هتخليكو كمان وحتعرف الناس كتير فارق كبير جداً أنت كريم صحفي شاطر ومميز وصحفي معلومة ودي نقطة مهمة جداً جداً مصدر ثقة بالنسبة للناس كتير عشان أنا في الشغلانة فعرف كويس أعز شي ميزة أنه محلل بصفة صحصية فبيعرف يدي للمشاهد أبواني دا يمكن فعدي كتير جداً جداً أن أنا أقدم الفكرة دي أنا كنت بحلم بها طول عمري أنا كنت دايماً طول الوقت أعود أفكر هو إزاي وإمتى هنعرف نعمل النقلة ديت ونعرف تخلي الناس فعلاً تتفرج على كورة بجد بشكر الظروف اللي ساعدتني أن أنا أتجمع مع عزيزو في مكان واحد ونبتدي أنا بدايماً بقول عليه مشروع نبتدي مشروع واحد هو مشروع أنا في مهور التالت وأننا نقرب الناس قوي 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 من الكورة ومن متعة الكورة ومن تفاصيلها وبالتالي نوصل للمرحلة داية الحمد لله اللي باحت فيها أراضي بشكل كبير عن النجاحات اللي حققها زميله والجنب واللي أنا مبسوط بيها جداً جداً النهار ده أفخور بيها وبشوفها في الشارع بشكل كبير وأعرف قد إن الناس مبسوطة بيها وحب أن هي تكبر أكتر من كده بكتير يعني فأنا شخص من النقطة أكتر من كده أنا متشكل منتو ديتوني أكيد أنا أبراهيم أنا متشكل جداً لك إن أنت دخلت معانا الوقت ومتشكل كمان جداً 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 وأعطاك قدام مش أنا الواحد اللي بقول كده كل الناس بتقول كده على المحتوى المحترم اللي أنت قدمك طوال الفترات الماضية ولسه أكيداً عندك كتير أنا عارف أنت كمان شخص ما بتزهقش ما بتملش ما بتكسلش وطول الوقت عندك شغلة عظيم جداً فأنا بشكرك شكراً جزيلاً بنابقى عن جيل كله يعني طول ما أنت بتنجح ونجاحك كبير فأجيل كله كسبان يعني فأنا بشكرك شكراً جزيلاً أنا اللي بشكرك شكراً جزيلاً يا كريم وبالتوفيق وستمتع بيكو دايماً يا ربي خليل يا براهيم يا ربي خليل هم تشكر جداً جميل هو براهيم آه لا والنهاردة كمان بعتله على انستجرام شوفتله ستوري كده الرجل اللي بلعب طالية لا ما عرفوش أنا دي عرفها أنا دي زحلاء طيب طيب تعالي نكمل إحنا سألنا السؤال الأول إزاي تبقى محلل الشطر طيب يجي يقول لك السؤال برضو لا أكيد أنت بتتسئله طول الوقت في الشارع يعني عايزة ما تقول لها أنت أهلاوي أو زمالكاوش وأنت أكيد أنت أهلاوي أو زمالكاوش وأنت زي أصلاً بتطلع على الهوى وأكيد أنت سعب بيجي لك انتقادات أنت أهلا عشان على الأهلك قلت كذا وعلى الزمالك قلت كذا الكصة دي بتتعامل معها إزاي أو بتبقى شايفها إزاي في حاجة يمهمين أوي في الموضوع ده وأنا عارفك بالمناسبة أنا عارف أن أنت لأهلاوي أو زمالكاوش ودي حقيقة يعني بالمناسبة دي معلومة على العشرة يعني أعزة حرفياً لأهلاوي أو زمالكاوش أعزة بيحب الكورة وبس والله يعني وبيحب يا حاجتين كمان يحب حاجتين كمان القصة بادية بس بأن في الأول في أول حاجات كورسات التحليل كان في جملة كده كانت مهمة قوي في حياة الواحد يعني عشان أشتغل الشغلانة دي كان بيقولك أن أنت بتتفرج على الموضوع بتجمع تقريباً 20% بس حقاية ليه؟ بحكم أن أنت بتتكلم في التليفون بتنشغل بحاجات تانية كتير بتاكل بتشرب الزوايا بتاعت الملعب الفكرة الزاكرة بتاعتك الطبيعية المدرب بيجيب 70% بس من المعلومات وهو واقف على الخط فيما بالك المشاهد المشاهد بيجيب حوالي 20% بس بقيت الـ 80% لما بيطلع يقول رأيه هي مبنية على 20% حقاية 80% دي بقى إيه؟ انحيازات مسبقة وانطبعات وتشجيع وحاجات شبه كده يعني فأنت أول حاجة لازم تعملها أنك تطفي 80% دول وتزود الحقاية أكتر من 20% عشان لما تطلع تتكلم مع الناس ما تبقاش بتتكلم بين طبعات لأن طبعاتك هي تخصك إنت مش حقاية وبالتالي البني أدمين مش هيعرفوا ويكتموا عليها لأن 20% اللي أنا شفتهم غير اللي أنا شفتهم الحبة اللي أنا اتفرجت فيهم على الماتش وبعدين وطيت عشان أكل من الطبق غير الحبة اللي أنا تخدت فيها كوباية الشاي غير الحبة اللي جاد لك فيها ميسج غير الحبة اللي أنا قررت اكتب فيها تويتا كل واحد فينا اتفرج على 20% مختلفة من الحقاية مشاعر وطفي جزء بتاع التعصب أو الانحيازات المسبقة ليه؟ لأن ببساطة كده لو أنت ودي حاجة بقى ما بعرفش عاملها مثلا مع ماتشات منتخب مصر لأن دي حاجة غزبا عنك غزبا عني فأنت متخيل لو أنت مثلا لعيب كويس قوي وعمل كل حاجة صح بس رقص تانية التالتة المزودها تقطعت منه كورة بتعمل ايه؟ بتنفقد وبتنفعله فبتنسى الأغلب الحاجات الحلوة اللي عملها ممكنك نعامل في المباراة داية 80 ألف حاجة كويسة بس شاطة ووشت بالضبط في مدرب مثلا في ماتش من الماتشات عملت غيرتين وحشين فأنت اقتنعت أنه مدرب وحش فهتبقى طول وقت عايز تثبت أنه مدرب وحش فأنت هنا متعصب لرأيك فالحاجات دي كلها بيعلمون أن في الأول أول حاجة لازم نعملها أن احنا نلغيها ونطفيها فعشان كده هو فعليا أنه أنت بتتفرج على الماتشات لازم تبقى كوي يعني لازم تكون طافي الجزء ده ليه بس عشان خطر الجمهور ملوز زنب في كل الكلام ده عشان أنا أعرف أتكلمه لأن أنا في الأول في الآخر مش هشجع الأندية دي كتر من اسمي صح ولا أكتر من نفسي يعني وأي حد بيبقى عايز يشتغل في الكورة هو لازم يبقى مدرك للحقيقة دي فيه ناس تانية كمان ابتدت للأسف وده بقى حاجة إحنا أنا دفعت تمانها بس مضطر يعني حتى لو أنا بشجع نادي الأجواء اللي خلت البضاعة الرائجة هي البضاعة بتاعت اللي هو أنا أهلاوي فخلي جمهوري أهلي يشيلني أو أنا زمالكوي فخلي جمهوري زمالك يشيلني دي للأسف خلت الناس بقت أوتوماتيكلي لو شايفة واحد أهلاوي وهم زمالكوية بيبقى حاسين أن ده زي كأنه إحنا كأننا في مطش كورة على فيسبوك فهم فنقلنا بقينا كل يوم عندنا مطش كورة على السوشيال ميديو من كتر ما إحنا مش لقيين كورة كويسة أحيانا في المطشات بقينا بنعمل إيه؟ مطشات وهمية نتخانق في صفقة نتخانق على قرار نتخانق على مطش خلص نوع 3-4 أيام نتكلم في خناءات وهمية داخلية فقلبنا المطشات لمطشات على السوشيال ميديا فإنت بقيت لو إنت بقيت أهلاوي خسرت كل الزمالك لو إنت زمالكوي خسرت كل الأهلي برغم إن في الحقيقة يعني نجوم الكورة كلهم المفروض برة مثلا في أوروبا أنت عارف ده بيشجع مين وده بيشجع مين عادي بس عادي لأنه في الأول في الآخر ما هو طبيعي إنه هو كبني آدم هو ليه النادي اللي بيشجعه والكورة اللي بيحبها لأنه هو ده الطبيعي ده اللي دخله المجال لأن ده مجال في الأصل مرتبط بحبك بحبك باستمتاع وبشغفك صح بالضبط فأنا ما ينفعش مثلا شغوف بالغنى وأنا ما محبش أسمع الغنى مش منطق صح أكيد عندي مطربين مفضلين بس في نفس الوقت أنتو علمتونا أن لو أنا قلت أنا بشجع مين هتكرهني أيوة فخلاص يا سيدي مش هقولك أيوة زمان كنت زمان لو تفتكر كان عندي الجارة أقول إيه لا أنا عادي أنا هقول أنت ماشي وبعدين لما حد كان يجي جادني كنت أقول زي ما أنت قلت كده بالضبط أبتحك بقى لما بشوف مثلا جمهور الفريق المعاكس بيمكشك أه تعالى وأنا عرف أنت بتشجع مين بالضبط يا راجل بس سعيدة بقى يعني عارف لما بيحصل ده دلوقتي يا عايز بقول الحمد لله إنه الناس بدأت تعرف تفصل خلاص اللي هو لا ده كريم ده مش اللي هو كذا اللي هو خلاص فدلوقتي لما حد يقابلني حتى يقول لك إيه أنا في العادي كنت بقول وأتكلم وفيش مش كاملة برة الهوى دلوقتي لا يقول لك إيه ده أقال كده عشان خاطر كده وفعلك لفة حلوة رغم أنت زي ما أنت قلت إنه أنت طبيعي إنك تكون بتحب فرقة أنا قلت بقى إنه خلاص صلم أنا إيه يعني ما قلتش والناس مش عارفة فخلينا نتبسط أكتر بإن الاتنين مبسوطين بيا الحمد لله صح أنا كده موردي برافع عليك وحتى والدي في الشغل عنده فيه صحابه بيسألوه بيقولوله وإحمد بيشجع كذا فقال لهم لا بيشجع كذا هو عرفني من هنا عائل صغير بقى أنا بشجع مين أنا معرفش فبيقوله لا أنت أكيد ما تعرفك أصلا خلوهم خلواتس أنت قادر ابني يا جماعة أه بالزبط ابني ده دي حاجة حلوة أنا لمربي الجمهورين بقوا بيعايزين أنت مليهم دي حاجة جميلة بس أنت في أوروبا مختلف بس أنت في أوروبا ماسك في ريال مدريد صح كده عشان دي الحاجة فعلا الوحيدة اللي أنا عشان هي مش أصل شغلي فبالتالي أنا بيبقى عندي طرف أن أنا قطفي وأشغل الجهاز زي ما أنا عايز بتاع التشجيع دي بس حد باقي قبل كده لعلك مثلا أنت مأبور أنت بتبالك في اليم مدريد وفكرة اللي هو أنت بتشجع ريال مدريد ليه وأنت موليد مدريد أقول له يعني أنا لازم أبقى مثلا موليد ميت عقبة عشان شجع الزمالك ولا موليد الجزيرة علشان شجع الأهلي صح أو موليد مدير نصر فأنا فرع ندي مدير نصر أهو أنت موليد مدير نصر فأشجع ندي مدير نصر أه بل صح ما ديش حاجة اسمها كده ما ديش حاجة اسمها صح صح عندك حق أنا جايت ضصة يا سيدي أنت مداء ليه من مرة تعليق بعد ما أنت قريته حست بتأنيب الضمير بقى كتير قلت لا الراجل ده اللي كتب ده أنا عنده حق وأنا مكتش مفروض أعمل كده والله حاجات كتير الواحد وقع فيها غلط في حياته يعني فباعتبرها أن هي دروس اللي يعني أنا ما أكررهاش مرة تانية أنا عارف أن أنت شخص لوام يعني تقع تنوم في نفسك آآ آآ طبعا لو أحد كتاب لك كلمة قد كده فكر فيها مش تتجهالها يعني آآ آآ في حاجات كتير الواحد ساعات بيقع فيها في الطريق وأعتقد برضو ناس كتير من اللي بتشتغل في المجال من الناس اللي لسه بتبتدي ممكن تقع فيها يعني يعني في هي الجمل اللي أنت بتقولها بدون ما تكون مركز هحكي لك على حاجة أنا أكتر لحظة أنا ندمان عليها في حياتي كده واحد صاحبي طلب مني إن إحنا نعمل حلقة نختار فيها أحسن مدافعين في العالم في الوقت الحالي على اعتبار أن المدافعين ما بقوش بالس يعني أنت مثلا مين أحسن مواجه في العالم إيرلينج هلند معروفة مثلا فهم واضحة وصريحة صح إنما مين أحسن مدافع في العالم تو تفكر فيها هتحتار مفيش مالديونيستا بتؤجيل صح فلما قال لي كده قلت له ماشي وبعد إنما دخلت الحلقة ما كنتش مذاكر كويس قبلها فابتدت أقول حاجات هي عبارة عن قناعاتي بس من غير ما بقى مراجعها ولا مذاكرها ولا متابع اللي حصل مؤخرا فعملت أسوأ حاجة في الدنيا واخترت فاندايك أحسن مدافع في العالم طبعا كل ما فاندايك بيترقص دلوقتي كل ما المنشن بيشتغل والناس بتخبط فاهم كان في موسم سايق ليه فانت قلت نفندايك أحسن مدافع في العالم مش المفروض لأن أنا أصلا أنا كنت عامل حسابي إن أنا مثلا نفندايك قدام ناثن أكي أخترت ناثن أكي مش عارف أراوخه قدامتي بس أنا مذاكرتش شوفتش الحالة دلوقتي عاملة إزاي فأنا من ساعاتها بالضبطة فأنا من ساعاتها وأنا مفيش بني آدم بيدعوني على إن أنا أطلع أشرب معا كوباية شاي إلا ولازم لو في حاجة هنتكلم فيها أخش أذكر الأول لو يكون بيت الشاي دي هنقعد نتكلم فيها عن إيه علشان خطر أبقى مقدر معلومات كافية طيب دي نقطة مهمة عشان ده السؤال اللي جاي والناس بتتفرج عليك تقول لك إيه آه يا جبعة هو عزي فاهم كورة كويس قوي تمانا كمان فاهم كورة صح إيه اللي هيختلف بيني وبين أحمد عزي صح هو بيتكلم بعشرين في المية أنا بيتكلمش بعشرين في المية حلو أنا بيتكلم بأكتر من عشرين في المية يا ليه لأنه هو في الأول في الآخر هو تفرج علي الماتش مرة واحدة المرة الواحدة دي هو مستحيل يكون شاف الكورة وشاف اللي حوالين الكورة وشاف الإعادة بتاعت الكورة أنت ما تدرش تعمل ده أنت نفسك ما تدرش تعمل ده بزبط كده لا محتاج تشوفه كذا مرة بزبط كده فيه ناس بتقول طب ده معناها أن أنا لازم أتفرج علي الماتش كذا مرة لا هي التكنولوجيا تطورت يا جدعاني يعني أنا ممكن أشوف اللقطة 3-4 مرات بس اللقطات معينة بطريقة معينة احنا بنشتغل بيها فأنت بتاخد الموضوع ده ثانيا أنت بتفهم كورة وأنا بفهم كورة أنت الأصل بتاعك اللي فهم الكورة هو فهمك أنت عن الكورة أنا الأصل بتاع فهمي عن الكورة المذاكرة اللي أنا بروح أذاكيرها الكورسات اللي أنا بروح أخدها فعلشان كده الفرق بيني وبينك بس أن أنا شوية أخدت حاجات أكتر تخليني تساعدني في أن أنا وأنا بكون وجهة النظر أخليها منظمة أكتر فلما تبع منظمة أكتر أعرف أوصلها لكم أكبر من الناس حلو وبالتالي الحاجة التالتة بقى وديت حاجة اللي إبراهيم فائق كان بيكلم فيها واللي طلقت فيها أنا وإبراهيم فائق تحديدا وإنت طبعا كنت أصلا من المدرسة دي كده كده بحكم الصحافة الفكرة بتاعت أنت بتقول قصة هو أنت ليك عنوان وليك زاوية تناول فأنت عشان توصل الكلام للناس هي لها طريقة أو أسلوب فعشان كده هو تلقائيا أن المشاهد هو بيفرج عليك هيستمتع عشان هو بيسمع قصة حلوة بالزبط كده بيه قصة حلوة بتتقال بالزبط كده ففيه ناس كتير بتفهم كرة فعلا بس ما تعرفش تصيغي الموضوع وفيه ناس فهمها للكرة هو فهمها هي أنا حاولت بقدر الإمكان بسبب حاجات كتير درستها تخليني ما تكلمش بفهمي أنا للكرة ويعني إيه فهمي للكرة دي هحاولها ربصاتها للناس بحاجة بسيطة كده إحنا متعودين عن راس الحربة ده والمهاجم ده النهوة إيه بني آدم طويل قوي جوا منطقة الجزاء بيلعب بالهد صح؟ ده راس الحربة اللي إحنا حفظينه طوله لمرين جاء بيب جورديولا فيهم وأمحطة ميسي راس حربة لو إحنا بنستغل بفهمين إحنا عن الكرة هنقول يا جماعة ده أقصر واحد في الملعب ده بيه خرف ده كلام مش منطقة كمستحيل إنته بيلعب وينج يمين وتياري أنري بيلعب وينج شمال طب ما إزاي ده راس حربة والوينج اليمين ده لازم يبقى بيرقص فاتبقى أنت مش منطقي أو أنت شايف الكلام ده مش منطقي طبعا فبالتالي ده فهمك أنت عن الكرة إنما فهم جورديولا عن الكرة مختلف وتوظيفه مختلف فأنا المفترض قدر الإمكان أبقى مستوعب إن فيه مئات الملايين من الاحتمالات في كرة القدم إنت عندك احتمال منهم فهمك أنت عن الكرة أنا دوري إن أنا أفتح المئة مليون طبعا علشان أنا في الآخر لو شفت ده وفهمت صام و لقيته إزاي لعب من على الوينج ونجح ما استغربش لما لقي مورينيو بيلعبه على الوينج بطريقة تانية خالص وبيخليه دافع واستوعب الموضوع وهكذا عشان كده بتلاقي إن مثلا كانت مرحلة في مصر الناس كلها تنتقد كارلوس كيروش عشان بيلعب 4-3-3 والعالم كله بيلعب إحنا مصر كلها بتلعب 4-2-3 وغزي ما في صانع علعاب واللعب اللي بيوصلوا النهاردة كل الدولة لمصر بيلعب 4-3-3 مفيش ولا واحد بيلعب 4-2-3-1 بطلوها زمان كانت موضوع 3-5-2-4-4-2 وهكذا فالكرة بتتطور طول الوقت فهمك أنت عن الكرة دي يخصك إنما فهمي أنا عن الكرة إن أنا حاول أفتح لك كل المجالات والاحتمالات علشان قطر إنت تستمتع بإنك تسمعهم كلهم وفي الآخر تشوف إن إحنا جزء ترفيه يعني وفي الآخر برافو عليك حلو جزء ترفيه وفي الآخر هتفضل لوجهة النظر التحالية دي هي وجهة نظر يعني إنت هتفضل هتفضل تشوف المباراة بتمانين زاوية وإيه واحد تاني يقولك لا لا بس معلش عز في زاوية تانية أنت بخدش بالك منها حلو برحته بص شوف الزاوية اللي أنت عايزها برحته يعني هي تحتمل كده عشان هو أحنا يقولك إيه هو بيفرج عليك لا 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 كامل إنت بتقول ده غلط خالص ده أكيد عمل كده ممكن تبقى وجهة نظرك لها أبعد تاني زي ما قلت لك أنت وإنت بتحكي قصة أنت لازم تبقى مستوعب إن أنا لو قلت لك مثلا بحكي لك قصة يعني فأنا لازم أثبت لك كل حاجة أنا بقولها أصلا لو ما أثبت لك هو الفرق إيه اللي إحنا اخترناه مع إبراهيم فايق بص إنت أي حد في الدنيا بيطلع قدام الكاميرا دي هو بيقدم خدمة للناس أيوة عشان أقدم خدمة للناس أنا محتاج إن أنا يبقى عندي فعلا خدمة أقدمها فإيه الحاجة اللي ممكن تكون خدمة للناس أكيد مش رائي لأن أنا رائي ما يخصش حد يعني ده يخص إن أنا بس وعندي رائي أحسن من رائيك أنا أقولك كده أقولك أنا عندي رائي أحسن من رائيك بقى بس أنت أثبت لي رائيك أنا اللي أنا بعمله إيه إن أنا بخط له كل الموطيات الممكنة قدامه عشان هو يكون وجهة النظر أو يبص على المرش الطريقة تساعده إن هو يكون وجهة نظر مختلفة يشوف الحاجات دي فأنا دوري دلوقتي مش إن أنا أقدم له وجهة نظري هو أدوري إن أنا أحاول قدر الإمكان أثبت له الحاجة اللي أنا عايز أتكلم معاه فيها لأكتر ولا أقال لأنه ده الحاجة الأبسط للناس والحاجة الأمتع للعقل لأن أنا أدوري إن أنا أنور لك حاجة في عقلك تتفق تختلف معايا دي بتاعتك طيب بس أنا أقول لك حاجة قدر الإمكان بدل ما بقى متكلم وخلص حالو السؤال برضو هتلاقيه بتجيلة كتير يا عز هو أنت دلوقتي مش شايف مين بيتخاني مع مين ومين بيدرب مين ومين بيقول إيه ومين بيقول إيه تطلع تقولي تلاتة أربعة تلاتة أربعة تلاتة أربعة تلاتة تلاتة أربعة تلاتة تسمع السؤال ده دايما مية في المية الإجابة إيه الإجابة إن إحنا جايين نقدم محتوى ترفيه محتوى الترفيه ده فيه منه أنواع كتير فيه نوع خبري وفيه نوع تحليلي وفيه نوع طرفيه البحث اللي هو تعالى نعمل مساءة تعالى تعرف تقولي خمسة العيبة لأبو أهلي زمالك اسماعيل صح نهزر بس حاجة معلوماتية وبسيطة وسهلة وجميلة وبتاع بس في الآخر وفيه أنواع مختلفة من الشغل اللي إنت بتقدمه بقى إيه بالزبط كده كل بني آدم بيحاول يتخصص في حاجة وأنت عشان تقدم محتوى خبري محتاج إيه أدوات طبع محتاج مراسلين محتاج علاقات محتاج طريقة للتأكد من القبر اللي هيجي لك سواء من المراسلين أو من كيفية تقديم الخبر دوت كيفية سيغط كدسة أنا عندي نفس الحدود أنا اخترت إن أنا أتخصص في شيء ما عشان أعرف أدرسه عشان أنا أعرف أتكلم مع الناس في فأنا تخصصت في ده أنا أفهم إن بقيت الحاجات مهمة أيوة بس مش بتاعت أنا بس مش بتاعت أنا أنا بتاعت تحليل بالزبط كده أنا رجل بتاعت التحليل يا جماعة بالزبط كده ما عليش تخنقوا بقى كل الناس تعمل في بعضها اللي تعملوا الحكم مش عارف ياخد قرار إيه وعلى فكرة أنا مدرك جدا إن آخر حاجة في كورة القدم مهمة هي التاكتكس دي آخر حاجة بنوصلها لازم قبلها يكون فيه فريق كويس وقايمة كاملة ومدرب كويس وتدريبات كويسة واللعيبة دي بتنام كويس وبتصحى بدري وإزاي اخترت العيبة وعملت بالزبط وبتتغزى كويس وبتتعالج كويس في الآخر خالص التاكتكس ده وصلت التواصل اللي بينهم بس يا جماعة احنا جايين للإستمتاع أيوة أنتوا برضو حولتوا المسألة كلها الإخناقة عشان بقيت هاي دي طريقتكو في الاستمتاع هي حلوة الكرة إيه إن الناس بتشوف فايز وخسران في 90 دقيقة بشكل رئيسي صح فأنت أشبه بإنك بتنتمي لجزء فايز أو جزء خسران في 90 دقيقة نفسك تبقى من الفايزين نفسك في لحظة احتفالية فالحاجات دي حلوة في الكرة قوي صح أنا مستمتع جدا بيها أنا معاك بس يا جماعة ماينفعش نبقى بننقل المشروط بينا عالسوشال ميديا بالشكل ده مش لسبب بس عشان خطر إحنا كده قلبنا المسألة لمسألة مش فكر التعصب ومش تعصب أنا مايش جعب الجاو ده بس إحنا فعلا حرفيا بنشتهل في عالم افتراضي بالزبط كده بقيت عن العالم الحقيقي بالزبط كده العالم الكورة الحقيقي الرياضة الحقيقي دي مش موجود خلاص بس إنت كده قلبتها خناقة أكتر منك قلبتها ماتش بقواعد محددة منظمة بيخليك كسبان أو خسران صح فعشان كده اللي هو لا خلي كل حاجة في سياقها وفي نصابها وفيه مئة ألف طريقة اللي استمتع بالكورة عشان كده أنا مثلا مثلا يعني من أكتر الحاجات اللي بسمع عنها فيدباك كنت طالع مع عمرو نصوحي في برنامج مسابقات أكتر حد تقريبا يعني أكتر حاجة بتسئل عنها في يومي وأنا ماشي في الشارع ليه؟ لأن عمرو نصوحي قدم محتوى طرفيه أيها والأول مرة تفهم إن فيه إيطار فيه من غير ما نزر ببعط ومن غير خناقة وهتنبسط وهتنبسط إحنا اشتغلنا على إيه أنا وتمر بداوي إحنا بنقدم خدمة للناس فإحنا قعدنا مع بعض واتفقنا إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنحاول نفرج الناس على حاجة هم مشافوهاش بعينهم المجردة في المطش بحكم إن إحنا اتفرجنا على المطش أكتر من مرة إشارة مدرب كلام لعيب مع العيب دي أول حاجة مثلا تضرب كانت في الحلقات بتاعتنا مع أبراهيم فاي علي معلول نادا جرالدو أنا فاكر يومها وكان بيتكلم معه في تحرك بينهم وبين بعض وإزاي ده أصمر بعدها عن فعلا تحرك سليم أصمر عن لقطة حلوة فأنت هنا بتتكلم في إنك الناس ما شافتش جرالدو علي معلول بيتناقشه لأن ده حصل في لقطة كانت الكرة فيها الناحية التانية بسرعة المخرج كان مركز جاي بالكدر واسع فالكرة في الناحية الينين بس في الاخر في الناحية الشمال في الاخر خالص تحت علي معلول بيتكلم مع جرالدو أنت عشان شفت المطش كذا مرة فأخدت بالك منها فبتريت تتراك تتابع الموضوع فطلعت حاجة الناس ما شافتهاش فمبسط إنهم ما شافها جديد بالضبط كده جاري الإنكر كان بيتكلم دايما ندور المحلل نفرجني على حاجة أنا مشوفتهاش بعيني في المطش فبالنسبة لنا إحنا قدمنا دي كخدمة الخدمة ممتعة ولطيفة وبتزود لك لأن هي مش من العشرين في المائة اللي أنت شفتهم وما فيهاش خناقة فإيه المانع إن إحنا نجرب النوعيات اللي زي عمر نصوحي وزينا وزي الحاجات اللي شبهها كده فنستمتع من غير خناقة هقول لك إيه العيب في الموضوع إن فيه ناس كتير ساعتها مش هتاكل عيش مش هترزق إن فيه ناس ابتدت تبقى هي دورها إن أنا بقى مسير للجدل إن أنا اللي أنا أقوله يبقى هو ده المحتوى اللي فيه عشرة لو أنا زملكاوي عشرة أهلاوية يأخدوه ينتقدوه ولو أنا أهلاوي يبقى عشرة زملكاوي يأخدوه ينتقدوه ومش عارف أعمل محتوى ترفيه بالزبط كده مش عارف أعمل محتوى يبقى مفيد ولزيز صح ولطيف صح بس فيبقى خلينا شغال كده براف عليك حطوا كل حاجة في نصابها هتلاقي كل حاجة هتبقى قلطف لأن في الآخر هو مفيش راعي هيجي على ده الرعاية مش هيجوا على المحتوى ده اللي في الخنائة اللي في الخنائة أيوة فبالتالي إنت لازم تستوعب إن إنت برضو مش هتكسب على آخر المشوار يعني أنت مثلا جبت مشاهدين كتير جدا كل ناس بيتفرج عليك بس هو الرعي مش عايز الامج بتاعته أو الصورة بتاعته تنزل على أخنائات وحاجات من النواية دا فهو ممكن يروح لناس أقل بيروح يفرجوا وعلى فكرة ده مش بيبقى أقل آآ 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 في المشاهدات وحيانا بيبقى أقل بيبقى أكتر ساعت وبيروح للرعي اللي دوت عشان ده هيلاقيه يليقى على الامج بتاعته على صورته وحيانا البراند ايمانج بتاعته هتنزل على الشغل بتاع عيزك بسنزلتش على صين عصات فيبقى الراجل ده اختر طريق سهل جاب له مشاهدات بس مش هيجيب له إعلانات مش هيجيب له فلوس يبقى أنا مستفدش حاجة مستفدش حاجة هو استفد بس شوية داوشة وأزيج وأزيج صح والمهور اتعود على الأزيج ودي الأسوأ في الموضوع كانت كلها بس دلوقتي أنا مبسوط إن فيه ناس كتير جدا والفضاء بتاع الانترنت قدم ناس كتير قوي صح وعلم الناس إن هي تمشي في الطريق ده بالعافية لأن الطريق ده إذا كنت ومش عايزين تقدموه إحنا هنقدمه وفجأة لقيت الناس تلمت حواليه وتلفت حواليه فأنا بقت مبسوط قوي من كمية الناس اللي طالع على اليوتيوب وبقت نكحة جدا صح وبقت مبسوط قوي من النزيل ديجيت اللي بقى بيقدم وشوش هي كلها بتقدم محتوى فعلا لطيف وحلم صح وأنا ابتدتها بقى مبسوط جدا بصراحة من التعاون معهم حتى عظم لسه مكملين الحوار مع عز أنا كان نفسي وكنت بفكر إنه الجزء الأول يمشي بالطريق دوت وعشان عز موجود فعز بيعرف يمشي في أي طريق ممكن انت مشي فيه النهاردة بسطنا في الجزء الأول مع عز إنه أعتقد الكلام اللي بيقوله عز ده ممكن تسمعوه لأول مرة زي الراجل ده بينجح زي الراجل ده بيشتغل زي الراجل ده بيكتهد زي الراجل ده بيتعب عشان يقدم محتوى هادي محترم ممتع في الكورة في الرياضة للأصل فيها طبعا إنه هي بترفع عن الناس مش تخليهم في وضع صعب أو وضع في عصبية احنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هنتكلم بقى شوية عن الكورة وحل الكورة وكسس الكورة بعد هذا الفاصل خليكم بقى احنا بحضراتكم مرة أخرى لسا بشرفني ونورني أحمد عز صديقي العزيز بشرفني النهاردة في رقم 10 في ختام هذا الموسم الثاني لهذا البرنامج قلت لكم قبل الفاصل هتكلم معايز شوية بعد الفاصل عن الكورة بقى واللي بيحصل في الكورة أنا مش مبسوط أصلا خالص حلوة الدخلة دي لو هنتكلم في الكورة بقى شوية فأنا مش مبسوط وبإننا في آخر الموسم فأنا مش مبسوط تماما يعني ليه بقى مش مبسوط لأن حس إن إحنا متأخرين عن العالم لسبب أنا مش قادر أفهمه يعني مش قادر أحط إيدي بالزبط على السبب اللي مخلينا متأخرين عن الناس حلو يعني إحنا مؤخرا مثلا إحنا عندنا أزمة كبيرة إن إحنا عدنا سنين قفلين رخص التدريب فبقت النتيجة إن أغلب المدربين بيشتغلوا من غير رخص التدريب من غير ما يتعلموا فبالتالي إنت بقيت مطلع ناشق مش قادر يتعلم فأنا بالتالي خرجت بره في أوروبا وعددهم كام قياسا بآخر خمس سنين مثلا أولايل جد أولايلين أوي قياسا بالخارجين من الدول التانية صح حلو الكلام صح دول الجوار يعني دول الجوار دول العربية وأفريقية مش تتكلم أنت بتكلمش على الفرنسا اللي خرج لا لا خالص خالص أنا بتكلم على الدول اللي جنبنا فدي حاجة مش عجباني الحاجة التانية إن أنا بتريدت أحس يعني يا جماعة المسائل المفترض تكون أبسط من كده طيب أنت مثلا فتحت الرخص بتاعت التدريب جميل جايب كام محلل أو كام مدرب كبير زي مثلا فابيو كابيلو ولا مارشلوليبي ولا جوزهيدنك ولا الأسامي اللاقة دي يجو يحضروا في مصر فيش طيب ما تجيب الرجل ده ويا سيدي اعمل المحاضرات بتاعته بفلوس والله المدربين هتيجي وهيفرحوا وهيفرحوا بأنه بيسمعوا تجربة ناس كبيرة لأنه خد بالك هي كورة القدم هي أكبر بكتير من التاكتكس هو مش هيعلموهم تاكتكس بس عايزة أقولك مثلا التدريب أنت كل ما بتحضر محاضرات تدريب كل ما بتسمع من أجانب يعني كل ما بتسمع أن اللي فات ده اشتغلنا عليه لأنه ما كانش أحسن حاجة فطلعنا حاجة جديدة فطلعنا حاجة جديدة فطلعنا حاجة جديدة حاجة جديدة دي أنت بتسمعها كل شوية كل شوية مهما كنت أنت شاطر ومكتهد وكنت بتذاكر ودرست وتعلمت هو كل يوم حرفيان في حاجة جديدة وتجارب مختلفة إيه اللي يمنع أن أنا أسمع تجارب مختلفة في الحياة في مرامج دلوقتي مثلا مختصة بقى أن هي تجيب المدربين وتسألهم عن أنت إزاي بتخلي 11 بني آدم ما يعرفوش بعض يلعبوا مع بعض ويدفعوا نيابة عن بعض ويطلعوا ويبقوا أصدقاء في أرض الملعب علشان هي الكورة عبارة عن 11 بيسندوا بعض صح وبيتكلموا مع بعض ولو ما فيش تواصل ما كانش هيبقى فيه موضرد شوكروس ما كانش هيبقى فيه النوعيات دي في الكورة وما كانش هيبقى فيه الحلاوة دي في الكورة فالتواصل ده بيتبني إزاي فتلاقي المدربين بتتكلم على أن مثلا مدرب نيو كاسل بيعمل كل أسبوع جلسة لكل اللعيبة مع بعض وكل واحد فيهم يطلع يحكي حكايته ووصل إزاي لللي وصله المدرب من المدربين بيتعرف على بعض بالضبط وفي نفس الوقت يحسوا أن فيه عوامل مشتركة بيننا فيبتدوا أصدقاء فيبتدوا يبقوا مربين من بعض بتتكلم على أن مثلا المدرب بتاع توتنم اللي لسه جايبينه من فترة قريبة جدا أنجي ده مدرب كان في أستراليا أول مدرب أستراليا في تاريخ الدول الإنبليزي إيه اللي خليه يمسك الحكاية بتاع توتنم يعني بس هو واحد من الناس الشطرة جدا في تحفيز المواهب الصغيرة في السن وبيتكلم دايما في أنه هو من أفضل الناس اللي هو بيتعامل مع أهالي اللاعبين علشان خاطر أو يعرف يديهم توصيات للسن الصغير حس أنه يعرف يطلع ابنه عنده اتزان ما بين اللياقة وما بين الأكل وما بين الصهر وما بين الانبساط وما بين الحياة السليمة في الرياضة أو هكذا فأنت لما تقعد تسمع خبرات الناس دي بتحس أن الخبرات دي لو اجتمعت تبقى حلوة جدا طيب هو مين اللي بيجمع المدربين المصريين زي مصر المدربين أوروبا المدربين إنجلترا المدربين إيطاليا يقعدوا يتكلموا مع بعض ويحددوا الحاجات المشاكل والحاجات الكويسة والحاجات الوحشة مفيش الكلام ده طيب إحنا بنشتري صفقات صح؟ عملنا بيننا وبن بعض كاس اسمه كاس الصفقات بقى كل موسم الرئيس النادي بقى عايز يجيب 15 صفقة و14 صفقة عشان يتوك في نهاية الموسم بتعلنتقلات إنه بطل دوري الصفقات ببرافة عليك حلو تعال بقى نبص على الفلوس اللي اتصرفت في الصفقات أنا زعلان إن الكرة في مصر بيتصرف بيها فلوس أيوة مش ما بيتصرفش وأنا هيسف للمقاطعة والله لا يلا أنا مرة جيت هنا وكان فيه صفقات بتحصل في الدولة الإماراتية والسعودية والقطري وقلتك بقى أخدوا بالكم احنا بنصرف هنا فلوس كتيرة أوش أيوة لو الفلوس دي تجمعت في العيب أو اتنين بكواليتي كلاس ايه ممكن نجيبهم عادي هنا في مصر ده مش معيد بس احنا بنصرف ملايين الدولارات في الهوى بالزبط كبير واقول لك على حاجة عشان العدد اللي انت قلتو ده لازم يبقى عندي 14-15 تبقى نجيب لعبة واتنين كواليتي علي يفرقوا مع الدورة كله والحسبة الحسبة بتاعتك يعني انت مثلا بتقول ايه يا جماعة أنا آخري 2 مليون دولار أنا اتعلمت كده في مصر مثلا أن آخر الأجنبي هدفع فيه 2 مليون دولار حلو تعال نبص بقى على والتر بواليا وقاليو باجي وميكي سوني كل واحد فيهم بكام الخمسة مليون دولار دول كانوا جابوا لك راس الحربة اللي بتدور عليه مثلا وخمسة ايه وراس حربة ايه صفة اول عادي ما حوى خمسة مليون دولار بقى انت جبت اللعيبة اللي انت كنت بتشوفهم في السعودية قبل ما السعودية تسقط نقلة كمان وتبقى بتجيب نوعيات مختلفة من اللعبين صح بس انت بتجيب لعيبة بليميتات وليلة بكام هد كام عشان بقى زي ما انت قلت كده في الآخر وقمان غير حسبة ليها علاقة بالنادي احتياجاته ايه طيب انت بتصرف على قطاع النشقين بتاعك قد ايه ده سؤال من الاسئلة المهمة لان انت الفلوس دي لو انت حسيت ان هي فلوس كتيرة يعني لو انت متخيل ان دي فلوس كتيرة اقلبها مصري الدولارات اللي بتعمل دي اقلبها مصري وخد المصري ده وحطه في قطاع النشقين شوف هيطلع لك ايه خطه في المدربين خطه في المدير الرياضي عندنا كم نادي عنده مدير رياضي مولايلين مفيش اصول ايه لا اهو فيه عندية في مصر الوقت يقولك المدير الرياضي النادي فلان اه لا بس ده مدير كورة برافو عليا يعني ايه هو ده انه انت تسميت نفسك مدير رياضي برافو انت كده متطور مدير الرياضي ده بتعمل ايه بقى في المدير الرياضي ده مدير الرياضي ده المفروض دي في مسؤول عن ست حاجات منهم قطاع النشقين منهم هو بيعين أحسن مدربين قطاعات ناشئين أقولك على حاجة مثلا الأهلي تعاقد مع سبع مدربين في قطاعات ناشئين من ودي ديجلا حلو؟ لأن ودي ديجلا بيهتم بتعليم مدربينه طب ما تعلم مدربينك يعني إيه الأزمة أصدية ليه تاخدهم جاهز؟ لا مش بكلم على الأهلي بس بكلم أصدية على كل الأندية طبعا طبعا فأنا هنا ابتديت أحاسس أن المشكلة أن فيه فلوس بتصرف مش مفيش فلوس بتصرف دي الصفقات بتاعت الأهلي مثلا هتلاقي والتربواليا مليون يورو راحه أحمد رمضان بيكم 650 ألف يورو والأهلي برضو مستفدش بيهم كتير ممكن تقلب بقى بعد كده وتجيب بقية الصفقات في بقية المواسم هتلاقي أن حسام حسن أنت مستفدتش منه لويس ميكي سوني أنت مستفدتش منه مصطفى البادري أنت مستفدتش منه جمع ملايين اليوروهات دي جمعها وخطها في أنك تعلم المدربين بتوعك من قطاع الناشئين وحسن الجودة بتاعة المدربين بتوعك طاع الناشئين وحسن جودة الصفقات بتاعتك بأنك تجمعهم كلهم في صفقة واحدة هيفرق معك جدا صح صح طيب الزمالك ناحية التانية تعالوا نبص على الغرامات اللي على الزمالك في السنين الأخير اعطلنا الغرامات دي يا جماعة عشان دي باردو ده رقم ده رقم رقم يجيب لعيبة ما في المية كلاس إيه بقى كلاس إيه بجد اللي هو اللي بجد اللي هو هجيب لعيب لنا المدريد عادي ولا من شلسي اللي هو هتلاقي عشرين تراتين مليون جريق مش بس الخمس مواسم على مدار المواسم اللي فات بص على الغرامات في آخر عشر سنين عاملة إزاي أسماء أقسم باللمة فاكر إن هي لعبة في الزمالك فهم؟ انت أهم والسلام أشرف محمد إبراهيم أنا فاكرهم خالد سعد فاكره بن يمين أتشبونج كريستان جروس خالد مطيب لعيبة إنت ممكن فعلا ما تكونش فاكر عيبة مدربين بالزبط كده ومدربين إنت ممكن تكون مش فاكر قوي كل دي غرامات كل دي غرامات عزي مالك غرامات أقلب لسه الغرامات كتير جدا يعني فأنت بتتكلم على إن جيمي باتشيكو معروف يوسف حمدي النقاز أليكس كوستا ده المساعد مساعد مدرب يعني بص عليك غرامة على مساعد مدرب جونيور أجوجو فاكر أجوجو تواف أه بالزبط أليكس مندومو كريم حسن كتير جدا يا جماعة طيب تعلم بص على الرؤية الرياضية إحنا عندنا مثلا اتنين نشئين ظهروا بشكل ممتاز في الفترة اللي فاتت اللي هما كانوا سيف فاروق جعفر ويوسف قسام النبي جيه جوزالدو فريرة وطلع لك اتنين كويسين حلو الإدارة الرياضية الزكية بتقول إن أنا لازم أجدد للناس دي قبل بسرعة ما يتعرفوا ليه؟ لأن أول ما هيتعرفوا هيبقى هو بياخد خمسة جنيه رقم قليل جدا والأندية التانية هتبقى بالنسبة له هيقولك زي بيرامدز مثلا هيقولك سهل قوي إن أنا تديله بدل الخمسة عشرة ليه؟ لأن أنا ما دفعتش فيه حاجة هو عقد وانتهى فأنا زي كده اللي هو لعب مجاني فالعشرة دول هما الخمسة مرتبك وخمسة كتة هشتريك بيهم من النادي بتاعك أعمل لو أنت كنت توقعت أبقى كنت تدفع سبع عهدين بس أنت عملت إيه بقى؟ أنت ما اشتغلتش بشكل رؤية إدارية أنت قلت لنفسك أنا هسيبه لحد ما ينجح ولو نجح أبقى جدد له طب أهو نجح ما عرفتش تجدد له لأن الأندية التانية هتدفع له ما يوازي كأنهم هيجيبوه من عندك أنت بفلوس صح إنما أنت مش هينفع تطلع خمسة جنيه كأنك هتشتريه من فرقتك صح فأنت بالتالي هنا أنت دمرت نفسك أنت عملت زي فيلم أربعة اتنين اربعة لما اللعبة الصغيرة لعبت بعد المواتش لما كسبوا أمو قالي لك إيه؟ سمع لي إحنا كمان لينا طلبات طبعا إنما لو كنت تجددت للناس دي قبل ما يلعبوا بس هو مين اللي بيأخد القرار صاحب الرؤية صاحب الرؤية ده هو المفترض يعرف اللعيد ده هيوصل لحد فين آخره إيه؟ اللي هو بالمناسبة اللي أنت كنت بتقول عليه من شواء المدير الرياضي بزبط كده إن أنا قبلت المدير الرياضي اللي ياسيدي كان شغال في أولا هو كان شغال في الاتحاد الكرواتي فأنا بالنسبة لي الرجل ده أنا عملت معاه قاعدة طويلة لأن الرجل ده من دولة الكورة فيها من ظهرت من كم سنة بس كرواتيا وفي سيمي فاين الكاس عالم 98 سيمي فاين الكاس عالم 2018 سيمي فاين الكاس عالم 2022 فاينل كمان 18 بالزبط أنا قصدي يعني في طلات كاس عالم وهم أصلا منشئين في التسعينات فأنا اتكلمت مع الرجل يعني فالرجل ده كان بيقولي إن هو كان شغال بيقالي الكلام ده كان من أربع سنين وكان بيقولي إن خد بالك فيه لعيب مدافع بيلعب دوري الكرواتي أنا بجهزه أنا براهنك إن ده هيكون في الفريق اللي بيدربه بيب جوارديولا كمان أربع خمس سنين وقال لي الرجل ده اسمه جفارديول وانا فاكر الاسم وكتبت الاسم في نوت عندي جدا على اعتبار إن أنا بتابع اللعيبة الموهوبة فلما لقيت جفارديول ماضل منشستر سيتي بـ 20 مليون قلت يا نهر أبيض إيه يا جماعة ده مخططين من ساعتها إزاي بس مخططين إزاي لأنه هو الفكرة إن هم عارفين احتياجات الأندية دي بقت عاملة إزاي فبقوا بيطلعوا اللعيبة ويدربوهم على الحاجات من قطاع النشئين لازم المدافع يبني الكرب من تحت لازم المدافع يباصي على الورد كويس لازم المدافع يستخدم رجلين الاتنين اللعيبة اللي بتابع موهوبة أكتر بنحط عينينا عليها وبنديله دورات تدريبية أكتر وأكتر وأكتر علشان هزود الوعي التكتيكي بتاعه تعالوا نبص على بنفيكا وتعالوا نبص على لايبزيك مطلعين فلوس عاملة إزاي وندرب نموذج بالإسماعيلي مثلا الإسماعيلي مفلس بقاله أكتر من أربع خمس سنين صح والنادي فعليا كل مرة كل موسم بينقذ نفسه في آخر الموسم لدرجة تحزنك إن الناس دي كانت في مرحلة ما الحداشر بيمثلوا منتخب مصر والحداشر مطلوبين في السؤول الانتقالات بالضبط كده وبالتالي النادي كل ما بيبقى عنده بيخلص موسم بيطلع له نجم بيبيعه للأهل أو للزمالك بياخد الفلوس دي صفحة على قطاع الناشئين يطلع له نجم تاني وهكذا فانت بتكون النتيجة إن النادي دائما داير دي عدد خليني أسألك السؤال بس تعال الأول إن نمشي معك واحدة واحدة في كسة بنفيكا بنفيكا أخير خمس سنين جواه فيليكس 127 مليون إنزو فرناندز إنزو فرناندز ده عنده شرط جزائي 110 مليون متبع بـ 21 فوق شرط الجزائي علشان قطر الناس اللي هتدفع الشرط الجزائي لازم تدفعه كاشا فانت عايز تقصت زود عن الفلوس 10 مليون يا سلام فاهم فانت اللي أخونا حكس بقو الشرط الجزائي اللي هو كبير أصل أصلا فدروي المنظر الشرط الجزائي في عقد دبي المحمد دي كان 6 مليون جنيه طيب روبين دياز 71 إدرسن 40 مليون كمل راول خيمينيز نيلسون المجموعة يا كريم 592 مليون يورو في 5 سنين دا نادي عارف هو عايزي دا نادي عارف كويس إن أنا هيبقى دوري الرئيسي إن أنا كل مرة أنا بصرف على الكيان بتاعي دا كله بصفقة كل سنة بس بص في الآخر المجموع اللي عمله لو الإسماعيلي كان مشي على الخط دا ما كانش دا بقى الحال بتاع النادي لكن إحنا دمرنا قطاع الناشئين بتاع الإسماعيلي ودمرنا الكشفين بتاع الإسماعيلي وما ديناهمش العلوم الحديثة وما اشتغلناش بطريقة إدارية جيدة نعم بص على لايبزيك ونبص على الأندية الاستثمارية دلوقتي أندية زي فيوتشر مثلا ابتدت بيع لعيبتها ليه لأنها صرفت فلوس كتيرة جدا في الطلعة فأنت الفلوس اللي أنت صرفتها في الطلعة جت مرحلة ما اكتشفت إنك مش هتقدر تجمعها فأنت لازم تفضل تصرف الأرقام العالية اللي حطتها على نفسك فالنتيجة إن عدد من اللاعبين انتقل من الفريق بينما إنت لو كنت اشتغلت بالطريقة دي إنك لايبزيك عندهم رالف رانجنك جابوا راجل إداري الراجل ده مسك مدير رياضي هو عارف كويس قوي الكورة الحديثة هتعتمد على الضغط العالي الضغط العالي وخبالك دي حاجة معناها فيه لعيب كويس وفيه لعيب كويس مناسب ليك بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو جد لو ديت مدرب دفاعي محمد صلاح هيخلي محمد صلاح كوين جي مين عايز يرجع يدافع هل دي هتبقى حاجة كويسة؟ ولا هتفيد صلاح ولا هتفيد الفريق بالزبط كده بينما لو أنت ديت محمد صلاح لمدرب زي يوردان كلوب هيطلع منه دهب صح فبالتالي أنت عارف كويس احتياجات السوق السوق رايح على فين فبالتالي هو أم مطبق كمدير رياض قال أهم حاجة بالنسبة لي تعينات المدربين اللي في قطاعات الناشئين أنا عايز مدربين يكونوا أعلى حاجة على مستوى اللي يقل بدنية الرياضية حلو علشان يطلعوا أقوى طاقة وأقوى إنتاج بدني عند اللاعب فده يساعد أي مدرب أنه يقلل زمن استرجاع الكورة من خمستاشر ثانية لعشر ثواني من عشر ثواني لست ثواني وتبقى هي دي أغلب التدريبات بتدور في فلك الموضوع ده فبالتالي أنا هتلع اللاعبة اللي أنا عارف كويس أنه هم هيبقوا ليقين على الكورة الإنجليزية تحديدا تعال بصر على اللايبزك عمله إيه؟ جافارديول، سوبوسلاي، كريستوفر نكونكو، نابي كايتا، تيمو فيرنر كل دول على الدور الإنجليزي ليه؟ إنهم عارفين إن الدور الإنجليزي هو الدور الأكثر قدرة بدنية وتنافسية والأكثر قدرة شرائية فأنا هصدر لعبتي لأن في العادي اللايبزك والأندية الألمانية كان بتصدر لعبتها لبايرن ميونيخ صح؟ فأنا بصنع منتج يليق بالسوق الإنجليزي بالضبط كده فأنا خلاء رعيفة السوق الإنجليزي محتاج إيه؟ ببساطة شديدة، لكنك بتفتح مصنع فعلا بس كده وبتصنع المنتج ده يليق بالسوق ده عشان هو ده اللي بيجيبلي فلوس كويس بالضبط كده هايل هايل فده الشغل اللي بقى المنتج بتاعه عندها في الدوريات، في الدوري بتاعنا تبقى عندها عارفة هي جاي تعمل إيه؟ صح مش كل نادي يقوم جاي فاتح بعد ثلاث أسابيعين غير المدرب، بعدها في سبع أسابيعين غير المدرب تاني، بعدها في ثمان أسابيعين غير المدرب تالت، ونفضل أعمالين نلف حوالي نفسنا، ولا إحنا عارفين إحنا عايزين إيه؟ ولا لعيبة واخد أحسن تعليم، ولا للمدربين يواخدين أحسن تعليم، ولا حد واخد تخيل إنك الفلوس اللي بتصرفها في صفقة بتصرفها على المدربين في تعليمهم، هيفرق معاك قد إيه في قطاعات الناشئين هيتطلع لك كم لاعب، صفقة تانية هتصرف بيها بدل ما هتصرفها، هتصرفها على الأرض، على تطوير الملاعب، صفقة تالتة بدل ما هتصرفها، تصرفها على الأدوات التدريبية والأدوات الرياضية، ثلاث صفقات أنت ما عملتهمش، بس شوف أنت هتكسب فلوس عاملها إزاي؟ بس هنا هيقول لك حاجة مهمة، وهذا لك مش عايز أعطعك فيه، إنه أنا كإدارة نادي، على ضغوط جماهيرات، أنا عايز أقول للجمهور، أنا جبت لأي أجانب، لكن لو قلت للجمهور، أنا النهاردة نزلت صرفت 2 مليون دلار على قطاع الناشئين وبتاع، هيقول لك أنا ما شفتش حاجة، ما أنت ما بتشوفوش دلوقتي، صح، صح كده؟ صح قوي كده، تعالى بقى نبص بصة كده، يورجان كلوب، أول موسم، طلع ثامن خسران نهائي دوري أوروبا، بيب جورديولا، أول موسم طلع رابع، صح، حد أقلوا، حد قالوا أنت بتعمل إيه؟ الناس التريقت على بيب جورديولا، وجاري نيفل، المحلل الأشهر كان في سكاي، قالوا على فكرة اللي بتعمله في برشلونا مش هينفع يتعمل عندنا في الدوري الإنجليز، بعد أول موسم، بعد ما كسب تالت موسم، تاني موسم وتالت موسم، راح عمل إنترفيو مع جاري نيفل، وقلت لك أنا عارف أعمل اللي أنا بعمله، لأن أنا في ظهري إدارة عارفة هي بتعمل إيه كمان، النهاردة الإدارة بتاعت مانشستر سيتي بالمناسبة هي ليثة الأكثر إنفاقاً في الدوري الإنجليزي، برغم أن سيتي منايم كل من المغرب، بس أكثر إنفاقاً في إنجلترا، قياساً بالصرف والدخل بالبيع، مانشستر يونيت، فأنت متخيل مانشستر يونيت فين، وستي فين، مع أن احنا ابتدينا السبق مانشستر يونيت، مانشستر يونيت أعلى بكتير من سيتي صح؟ ابتدينا السبق مانشستر يونيت الدنادي كبير وستي فريق ضعيف في المدينة يا لسه يعني آآ عايز يشوف في الدنيا هتبقى عم الشمعات إزاي يعني لسه بيبدأ يعني بلا تاريخ يعني كممكن يعني من بلا تاريخ عظيم يعني آآ قبل ما منشين ييجي وقبل الناس دي ما تيجي كممكن عمل لك المسابقة وقول لك قول لي عشرة لعبه في منشستر سيتي ما تعرفت جيبهم صح برافا عليك بلا تارية سليمة ويونيت قاعد يتخبط 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 ومشي بالطريقة المصري اللي هو ايه الطريقة بتاعت الدوري المصري مشي بالطريقة اللي هي بتاعت أنا هجيب مدرب هجومي زي لويز بن جال ما نفعش طب هات مدرب دفاعي زي مورينيو ما نفعش طب هات مدرب صغير في السن طالما الكبير ما نجحش فبعد مورينيو امتجاب سلشاير ما نفعش هات مدير رياضي ومسكه مدير فاني رالف رانجنك ما نفعش ما ده مش طريقة دي الليستة يونايتد رقم واحد فانت بتتكلم في ان يونايتد ده في السنين الخامسة الاخرانية كاس بان كم لقب فيش كاس مثلا ولا اي حاجة هات كاس كامع مورينيو في الاخر اه لا كاس في المؤخرا في السلساء بتاعت اللي بيسموها ميكي ماوس بتاعت مورينيو بس في الاخر قياسا بمانشستر سيتي اللي رقمه 8 مانشستر سيتي كاس بان كل حاجة في الكوكب فاحنا هنا بنتكلم على ان الادارة تمنها كبير والجمهور مش هولي بيدير زي ما انت قلت كده قبل كده وانت بتسألني بتقولي هو ايه الفرق بين رأيك وبين رأيي الراجل اللي بيحل اللي قاعد على القهوة ومقتنع ان عنده رأيي حلو ان ايه ده رأيه وان انا بحاول مقدم لكش رأيي على قد من انا حاول بقدم لك معلومات لان انا دوري ان انا جمع معلومات بالطريقة اللي تعلمتها في حياتي نفس القصة المشجع من حقه ان هو يقول لك العيد ده ما عندوش فكرة المدرب ده ما عندوش فكرة ده دور الجمهور بس انت اللي عارف انت اللي بتتفرج عالتمرين كل يوم ارنولد كان باكي مين ليبربول اول موسم لي كاريسي الناس كلها عمالة تقول ليبربول لو عايز يكسب لازم يجيب باكي مين تالت موسم ارنولد احسن باكي مين في العالم وهكذا انا بس في رقم هنا اللافت نظري كمان احسن دي سوائل جاي رقم شيلسي بس شيلسي رافد يعني صارف واحد فاصل اتنين اه تاتة وعشرين بليون بليون يعني فانت بتتكلم بس بص بقى الانكم بتاعه كام هو بيصرف كتير اوي صرف كتير اوي بس برضو الانكم بيع يعني هو بيصرف ويبيع لي انا بجيب ويفتع عندي ديت عشان انا بيجي معايا اضيف هنا مدير كورة رئيس نادي مسؤول اقول له انت ناون سنادي تبيع مين او يقول لي لا 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 احنا هنحافظ على الفرقة كلها طيب احنا وين نبني للمستقبل طيب انت معاك فلوس لا لا بس احنا احنا عندنا مشاكل مالية كتيرة بنحاول نحلع بس انا مش هستغنى عن اي لعب في الفريق ليه يا حبيب واو دا تجني ان انا ايوا عارف ليه مش قادر يستغنى عشان ما عندوش حد طالع لا انا رأي عشان بيقلع من الجمهور وعشان بيقلع من الجمهور اكيد بس هو في الاول في الاخر الجمهور مش هول بيدير صح والجمهور لما انت تقدر تعمل نظام ثابت جيد هتقدر قدر الامكان تبقى قد قدر توقعات جمهورك بس لما المشهور هيكتمل انما انت متبقاش مقلع من الاول لان في الاول في الاخر دا بقى كده خلاص خلي الجمهور يدير ما هو مش عايز يعني انا بتسمع علي دي بقى يعني مسلا يعني وانا قلتها حتى على سبيل المناقشة يعني زماج دلوقتي عندو ازمة مالية بتحصل دلوقتي في واضحة خلاص واضحة للناس كلها وعايز يرفع القيدو بتاع اه فقلت لو الله يا جماعة لو زيزو جاله مثلا مسع يعني عشرة مليون دار اهم لعب في الفرق اللي هو الزمالك ما عايفش يتنفس بيه طبعا الجمهور يزعل من الكلام دا يقولك انت ايه لحدة كريمة عايز زيزو يتباع بس عشان تنقذ الفريق كله تنقذ كتاب النشيين دي نقطة موسيا سيدي طبعا الاهلي والزمالك تحديدا وضعهم مختلف في قصة هو التارجت بتاع ايه اضطر بتاع الاهلي والزمالك الهدف عمره ما هيكون ان انا اكسب فلوس طبعا الهدف بتاع الاهلي والزمالك ان انا اجيب بطولات صح زيهم زي بوكا وريفر اللي هو المنتخب الارجنتيني في حتة بس بوكا وريفر دول اتنين بموته نفسهم على ان هما يكسبوا كل الالقاب اللي في الدنيا حال فانا مستوعب كويس قوي انك ما تعملش كده بس لازم تلاقي طريقة اسكى في ادارة مواردك بمعنى ايه بمعنى ان مثلا زمالك السنة دي ناوي ان هو يتعاقد مع العيبة كلهم فري مع العيبة كلهم بالعقود مش من السنة دي من سنتين فاتت لازم تكون كنت تعارف مين اللي كمان سنتين عقده هيخلص فبالتالي انت بتتناقش مع الانداء بتاعته بحيث انك تاخدهم تاخد اللعيبة دي باقل خضر مالي ممكن انما انت لو النهاردة جيت تتكلم مع العيب هو قريدي عقده انتهى هيقولك هاتلي فلوس في ايدي اللي كنت هتديها للنادي هاتموصها في ايدي لان في الاخر خبالك ان انت لازم تستوعب ان القدرة الشرائية بتاعت الدول الجوار اللي هما زي الخليج على سبيل المثال خلتك بقت صعب جدا جدا تجيب النجم الموهوب اللي ظاهر انت لازم تجيبه قبل ما يكون ظاهر لانه اول ما ظاهر خاص بشيبه بتاعك بالزبط كده فدي اللعبة الرئيسية فعشان كده انت لو بدل اللعيب اللي انت بتصرف عليه ملايين ده ملايين انت لو خدت الفلوس دي حطتها في قطاع كشفين جيد وعلمتهم يعني ايه كشفين وعلمتهم يعني ايه سكاوتنج وعلم العلم ده اخباره ايه والعلم ده على فكرة علشان هي مش لينكات يوتيوب يعني انت بتشوف الصدقة الجديدة ويجيب لك احلى لمساته ايه طب فين بقية المطر طب هو بيعمل كده في مساحات عاملة ازاي يعني لما اتفرجت على البرونوصافيو اول سؤال ممكن جافب مال العيف حريف اوي لما اتفرجت عليه في الناجيب اللي عبوطار استلم الكرة ورقصه وارثه حلوة وجول مساحاته واسعة اوي الدوري بتاع اللي بيلعب فيه مساحاته واسعة جدا الرتم بتاعه ابطأ بكتير من الدوري بتاعنا فبالتالي عندنا في مصر في الدول المصري مش هلاقي مساحات دي طيب سامسون شفته بيشوف بيمين وبيشوف مشمال ومنطقات وحاجات حالة مرعب بس ما اتفرج عليه في المارش كل ما بيستلم الكرة ده بياخد تلت ساعة لما بياخد القرار القرار بتاعه بطيق وضعيف طيب حد اخد باله من الحاجات دي طيب سيبك من كده سيبك من ده خالص وانت بتاخد الكورشات بتاعت التقليم بتاعت السكوتينج دي بيقولك اول حاجة انت بتعمل زي بطاقة تعرف بطاقة شخصية للعب فبطاقة الشخصية دي لازم يكون موجود فيها هو الوضع الاجتماعي بتاعه ايه هو علشان مثلا لو انت بتكلم على بني ادم معهوش فلوس كتير وفجأة جالوا ملايين الملايين جات في ايده هيتصرف بيهم ازاي حلو علشان فيه مثلا اندية زي تشيلسي بتقدم لك شركات ممكن تستثمر لك فلوسك حلو علشان انت ما تشغلش بالك بالموضوع ده ليه بقى ان احنا عندنا ترند سائد في مصر كده ان اللعيب اول ما بيتحك فيه مستوى بيقع ايوة صح صح خلاص ما هو تقدرش تلوم الرجل على انه بيحاول يشغل فلوسه بس يا جماعة هو دي مش شغلتك انت شغلتك دلوقتي تلعب كورة لما تخلص كورة عمل لانت عايز بس علشان كده بيحاولوا يساعدوه طيب هو اللغة اخباره ايه امام عشور امكانياته عاملة ازاي هاي طبعا بيعرف الكلام انجليزي ايو لا طبعا طيب عايز يتعلم انجليزي لا طبعا طيب والنتيجة ايه بقى نرجع على طول تواصل مع الزميله ايه ما اقدرش الحياة في بلد برا عاملة ازاي ما الحاجات دي ليها تمن هل تعلم ان ميتلند بايع لعيب مبارح للاتسيو بخمستاشر مليون يورو مهاجم دنمارك يعني ميتلند ده فعلا نادي كويس يصدر يصدر المام عشور رجع لمصر من نفس السعر حتى ميتلند ماكسبش فيه في موسم بزبط ماكسبش فيه جنيه هلت بتكلم في اين انت لازم تبقى عارف هو البني ادم ده بيعرف ينساجم ولا ماعرفش بيعرف لغته ايه واه كسا لازم اطلع فاصل يلا بحوار حلو نروح لفاصل ونرجع نكمل فاضل وقت قليل جدا جدا للأسف بس يعني مستمتين اكيد خليكم يا عرم بحاجةكم مرة اخرى عزوا وانا فاضلي دقتين انت مبسوط مني اهم حاجة ده انا مبسوط جدا اصلا لقيت استوديو ومتاحة كبيرة ومجرات ولقوا بلزرات دي كمان فاكلا بكنا بنلبس نفس بلزرات ولبس نفس اللون ايوه فاكلا لو بنروح مدرسة هات عز وكريم يجوا لبسين يونيفورم ايو ايو عايزي لو السنة الجاية قلتلك قول لي حاجة او حاكتين نفسك تشوفها من الموسم الجاية في الكرة المصري حاجة او حاكتين سهلين ده يعني مفاجأ انا نفسي نفس اشوف كرة سريعة شوية اه يعني انا بازهق مه يعني في متشفت انا فعلا بازهق انت اتئ professional فانا بالنسب لي مش كل لعيب هيتلمس يقع ويقع 10 دقاية حلوة ق overweight عارف انت مثلا كان كلاتنبرج لما جيه اول ما جيه قال لهم بلكم شوية صفارة قادنا 10 اسagaكدا او 5 اسابيع 10 اسابيع 5 اسابيع كده قرية او اسرر شوية صح وانا الله مرحوزة مهمة فعلا боينه صح نفسي ترجعنا تاني فأنا نفسي بس الموضوع ده ونفسي أشوف كل نادي من الأندية الغنية دي عندها مدير رياضي والمدير الرياضي ده عنده كشفين وكشفين دول بالإدارات الرياضية بأسامن مدربين بتوع القطاعات الناشئين موجودين على الوبسايد بتاع النادي ده أول صفحة بتاعة الفيسبوك بتاعة النادي ده سهلة جميلة هي عارف أنت اكتب بايرن ميونيخ ستاف واخدوا بقى واختب هطلع لك إيه بقى ينهر أبيض على الصفة عبايرن ميونيخ في جيش جيش جوارديولا مورينيو عنده حاجة اسمها مورينيو لاب مختبر مورينيو بيب جوارديولا عنده بيب جوارديولا عنده أكلمة حلوة قوي هاختم بها معك هو قال إيرلينج هالند احنا مكلفينه 100 مليون هل ينفع أدفع في العيد 100 مليون ومادفعش 100 ألف جنيس ترلين يأخد بالي من المئة مليون دول الله شكرا سهلة وبسيطة الرجل كان بيتصافه بروسيا دورتمود الرجل كان وزنه بيزيد في أشهر معينة في السنة الرجل كان عنده نظام غذائي سيئ في حاجات وكان عنده نظام في الريكوفري في العلاج وفي التعافي وفي الاستشفى سيئ في حاجات دورتمود معلوش الفلوس والقدرة اللي تعمل متابعة للرجل في المستوى ده لكن سيتي عنده صح فسيتي دفع الفلوس هنا وأمن اللعيب ده بالفلوس دي وأدي النتيجة لو أنت بتشترع عربية أنا آسف يعني لضالة المساة بتشترع عربية وتروح تأمن بيها يعني تدفع فلوس قد كده عش تأمن للعربية الغالي قوي بس آخر مثل أقولهول لك خالص فلورنتينو بريز قرر أنه يعمل حاجة اسمها الجالاكتكوز أعظم نادي في التاريخ وجاب زيدان و بيكم و رؤول و رونالدو الرؤول طبعا من النادي بس أظ يعني و روبرتو كاريوس جمع الناس دي كلها مع بعض كل الناس دي جمعت مع بعض نفس الراجل ده السناديا عشان هو مدرك للحياة اختلفت ازاي خط هجومه رودريجو فينيسيوس فالفيردي تلت بني أدمين صغيرين في السن اشتراهم من دوريات أمريكا الجنوبية بني أدم واحد اللي اشترت تلت مواهب دول حلو؟ خط الوسط بتعود الوقتي تلتة تحت السن يعني تلتة سنهم صغير زي كما فينجا و تشاوميني و جود بلنجهام تلتة صغيرين في السن بس انا بتكلمش هنا على معدل أمارة بتكلم على الثلاثة الفراودة فينيسيوس و رودريجو و فالفيردي و اشترا عليهم واحد اسمه هندرك لسه بره معار الاربع بني أدمين دول مكلفوش النادي تمن صفقة واحدة كبيرة بس الاربع دول هما من احسن المهاجمين اللي في العالم لان هو ادرك ان لما هنفس قوة مالية بحجم اندية بحجم دول زي سيتي و باريس سان جرمان انا هبقى مغفل و هبقى مش ذكي لو لعبت اللعبة بتاعت زمان اجريهم بقى ان انا هجريهم احاول اخطف منهم و اعلنا و ادفع و اخش المزاد لا مش اخش المزاد عايزين طريقة تانية بص العصفورة بص انتوا على العصفورة عايزين طريقة تانية صح النتيجة ايه تلاتة من اكبر المواهب في العالم صح لنادي كسبان الشامبيونز ليج في ظهر الشامبيونز ليج في ظهر الشامبيونز ليج و يعلم هنكسر تاني امتى بس ان شاء الله ربناك اعزوا نورت الدنيا شكرا ليك والله العظيم النهاردة كان حوار عظيم حبيبي والله العظيم ختم كان حلم انت عارف يعني غلوتك عندي عملة زي انت غالي علي بالدنيا كلها طيب ده اختام الموسم الموسم الثاني لرقم عشرة استمتعت مع حضراتكم يا رب كمان تكونوا استمتعتوا معانا ان شاء الله عن وقت قريب جدا جدا نلتقيكم مرة اخرى حالي كمان